تحية محملة بالخيرات والنعيم عليك أياً كان مكانك في هذه الدنيا أياً كان دينك وأياً كان جنسك وأياً كانت جنسياتك وأهلاً بيك في اللايف ده اللي إن شاء الله أنويه إنه يكون مؤثر في حياتك ومفيد بإذن الله إفادة حالية وحماية مستقبلية يبقى هيعمل إفادة إن شاء الله دينيتي وحماية من حاجات ممكن تتعرض لها في المستقبل بمشيئة الله ويمكن قررت أبدأ اللايف ده بقصة حصلت بعد الحلقة اللي عملتها مع أبليكيشن أوان مع الأستاذة سامح العبار عن النرجسية وهختم القصة بسؤال القصة كالتالي حد كتب أنا دائماً بحب كده لما يكون في بعض الناس عندهم تعليقات معينة أو أخذه على جنب كده وأشوف وأدخل معاه في نقاش بيني وبينه يعني فلفت انتباهي تعليق لما عملت الحلقة بتاعت النرجسية هي من واحدة ودخلت قولي إيه الكلام السطحي اللي انت بتقوله ده انت سطحت المسألة جداً 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 بما يتعلق لموضوع النرجسية وكلامك كله بعيد عن الواقع ولا يمط الواقع بصلة النرجسي بيحب الإيذاء وبيتلزز بالألم ولو انت تعاملت معك كويس هيسوق فيها جداً 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 وهيفضل يستغلك أكتر وأكتر وكل ما تعمله كويس كل ما يبقى أعلى وأعلى 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 الحل الحاسم مع النرجسية هو إنهاء العلاقة فوراً والبعد عنه تماماً قمت أنا بعت لها على الـ على الـ قمت إليها حضرتك أنا هسألك سؤال وجاوبيني بصراحة لو أنا النهاردة جبت حد من الناس اللي لم يتعلموا أي شيء في أي علوم لا عارف يعني إيه تعاملات ولا درس أي معلومات عن النفس البشرية ولا حتى عنده معلومات دينية حد بسيط جداً من طبقات المجتمع الغير متعلمة وقمت أيله اللي انت قلتيه الشخص كذا بيبقى كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا هو بقى هيجاوبني الحل الحاسم بتاعه هو إيه؟ قمت سكتها وقعدت شوية كده وقمت أيله يعني هيرد رد طبيعي يعني أن لازم يبعد قمت بعت لها أي لها حلو يعني إذن لما أنا أقول لحد ابعد ده مش الكلام العميق ولا الكلام المهم ولا الكلام الواقعي ولا هو ده الواقع وبالتالي اللي تقال بقى هو السطحي وده بقى العميق طب إذا كان الكلام اللي حضرتك شفتيه سطحي إيه هو العميق؟ من وجهة نظرك ما هو العمق بقى؟ راحت كانت بلاء كان لازم تتكلم على الشخصية النرجسية وتتكلم عن صفاته وتتكلم قد إيه إن هو العلاقة بتكون مسمومة وبيضمر اللي قدامه وبيهلك صحته وبيتغزى على طاقته وهو قاعدت تسرد كده سمات 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 وأنا عمنا بص كده إيه؟ طبعا هي مش شايفيني هم نتكلم على التكست يعني المهم وهمتق لها حلو جدا برضو هرجع تاني لو أنا السمات دي كلها حد من الناس اللي هم لم يدرسوا أي شيء ودخلوا على السوشيال ميديا سمع حد من اللي بيتكلم في هذه السمات وقاعد بقى يسمع سمات وفيه ناس قيلين مش عارف كم سمات ومعددين سمات والكلام ده وقاعد يسمع كده إيه القرار بقى اللي هياخده ساعتها وهو أصلا ما عندهش معلومات قامت سكتة قلت لها أكيد القرار اللي هياخده إن هو يبعد صح قالت طبعا الحل الوحيد هو البعد وهمتق لها حلو قوي إذا كان حد بيقولك الحل الوحيد هو البعد اعرف إنه ما عندهش حل أصلا وعايز أقول لكم معلومة كده غريبة حتى لما كنا بناخد الدورات التأهيلية لنا قبل ما ننزل الجلسات كان تحذير بيقوله دايما الدكاترة بتوعنا احذر إن أنت توجه فكر الشخص اللي قاعد معك يعني لا تقوله كمل في علاقة لو هي بنتكلم في علاقات مثلا أو تقوله ابعد عن العلاقة وانفصل إذا حد قال لك ابعد أو حد قال لك كمل إذن هو عنده مشكلة في مهنياته في الشغل ليه؟ لأن دور المختص النفسي أو المختص في العلاقات مش إنه هو يقولك تعمل إيه دور إنه هو يضرب لك كشاف ويبدأ يخليك تشوف الصورة من منظور اتنين تلاتة أربعة خمسة يعني لو منظورين بس فده في خلل برضو على الأقل تلات مناظير من وجهات نظر مختلف فيبدأ يتكون عندك صورة وتبقى الصورة كاملة ولما الصورة تبقى كاملة أنت اللي هتاخد القرار مش هو اللي هيقولك هو ممكن يساعدك في أخذ القرار يعني إيه الكلام ده؟ دي حتى يمكن جملة بحب أقولها للناس لما يكونوا عندي في جلسات بقوله القرار بتاعك أنت اللي هتاخده وأنا دوري أساعدك تعمله وخليك تبقى مرتاح سواء قرار بإني أكمل أنا عندي القدرة خليك تبقى سعيد ومرتاح بالمعلومات اللي أنت هتطبقها مش أنا مش عصايا سحرية ولو أنت اخترت أنك تبعد أنا عندي القدرة أن أخليك برضو تبقى سعيد ومرتاح ولكن لازم أدي لك صورة كاملة مهم تبقى شايفها عشان تختار وقال لكم على سر في موضوع العلاقات بالذات والعلاقات الزوجية تحديدا لما بسأل سؤال كده بيبقى تريكي شوية للشخص اللي قدامي سواء كان الشخص ده ذكر أو أنثى وفي الغالب بيكونوا إناث فبيبقى ممكن تبقى هي جاية وخلاص بكل الحشو اللي في الدماغ والمعاناة والألم اللي موجود جوه في قرار كده إن أنا عاوز أنفصل ولكن جاية لعل أو عسى يرجعني أو لعل أو عسى يغير لي تفكيري أو يساعدني على أني أنفصل لأنني مش قادرة وفيه كلاكية وحاجات كتير وتفاصيل كتير فأنا مش قادرة أخذ القرار ده فبسأل سؤال دقيق شوية يمكن ده أول مرة أفسح عنه بقوم قيل للشخص اللي قدامي طيب غمض عينك كده وشوف الشخص اللي قدامك دلوقتي اللي أنت عايش معه زوجك أو زوجتك وسأل نفسك سؤال لو في حباية بتتاخد تطفي مشاعر الألم وتحولها لمشاعر الراحة عندك أنت يا اللي قدامي اللي أنا بكلمه في الجلسة لو في حباية تاخدها كده تقوم تطفي لك مشاعر الألم ما يبقاش فيه واجع وتعلي مشاعر الراحة ومشاعر السكينة ومشاعر الهدوء يقوم أوتوماتيك وهو مخمض عينك تلاقيه بتسم أو تلاقيها بتسمت أقوم سائلها ساعتها بقى ها أنت خلاص الحباية دي هتخليك دايما ريئة هتكمل لي في العلاقة ولا لأ تقول لي أكمل أو لا يبقى المشكلة كتا عندك مش في الطرف الآخر حلو؟ لما تلاقي القرار اللي أنت عاوز تاخده مبني على مشاعر ومشاعر سيئة صدقني الأكثر سببا هو أنت اللي بتسمعني أو أنت يا متألم فالقصة حكيتها أن في بعض الناس شايفين أن أنا لما أبدأ أفصص في شيطنة الشخص اللي قدامي وشيطنة صفاته ويبدأ أيوة هو فيه كده أيوة الرجل ده عميق الرجل ده بيفهم نعم هو ده العمق أنت لو جبت أي حد في الشارع مش دارس أي حاجة هيتفنن فيه شيطنة اللي قدامك وكل ما كان إنسان سيء وإنسان سلبي كل ما فصص لك سماته تفصيص شيطاني تعرف ساعتها مين اللي بيحركه حلو كده؟ السؤال بقى لو أنا دلوقتي بشرب من إزازة المية اللي قدامكو دي حلو وأمتقلكو إزازة المية دي مسمومة وأعدت يوميا مقتنع أن هذه الإزازة المية اللي فيها مسمومة قناعتي هتخلي المية دي تنزل تعمل إيف جسمي فكر أنا بقى عندي تأكد وعندي قناعة يقينية إن المية دي مسمومة من تكرار شربي ليها هتعمل إيف جسمي أنت عارف فتخيل بقى لما أنت تكون قاعد تقول العلاقة مسمومة العلاقة سامة أنا عايش في شخص بيعمل لي وبيديني علاقة سامة فإنت مبرمج نفسك على الحياة اللي أنت عايشها على إنها مسمومة أنت متخيل أنت بتعمل إيف جسمك أنت متخيل أنت بتعمل إيف حياتك أنت متخيل أنك ممكن تكون بتضر نفسك أكبر ضرر في عمرك لأنك أنت اللي حاطت المسمة المبالغ في التدمير الذاتي والتدمير السيء بينك تسمي أي حاجة أنت فيها مسمومة ولكن يمكن أنا عدت فترة ما بشوفش ما بتابعش إيه اللي بيحصل على السوشيال ميديا وبعض الناس اللي بيتحدثوا للأسف في المجال ولكن بدأت ألاقي يعني خلينا أقول حاجة مهمة كل فكر على وجه الأرض كل فكر سواء كان هذا الفكر ديني أو هذا الفكر علمي لازم بيكون فيه الإيجابي والسيء هديكم أمثلة والحلقة دي اللايف ده مهمة تكونوا مركزين فيها عشان هحط نقاط كده مهمة وفي الآخر إن شاء الله هنعمل مع طاقة الجماعة بمشيئة الله هنعمل قصد تأمل بمشيئة الله هيكون مفيد جدا جدا إن شاء الله وكلنا مع بعض نكون فيه متجمعين علشان نعمل أكبر تأثير مع طاقة الجماعة فكل ما تعمل دلوقتي شير لكل صحابك وتجمعنا أكتر بمشيئة الله كل ما كانت الإفادة أعلى إن شاء الله عليك وانت معي دلوقتي وكلنا مع بعض كل واحد في بيته مع مختلف الدول ولكن يجمعنا طاقة جميلة رائعة هنكون فيها مع بعض في التأمل بمشيئة الله فلو أنا النهاردة أخدت مثال مثلا على علم زي الكيمياء في حد ممكن في علم الكيمياء يعمل حاجات ويخلط حاجات علشان تعمل تشافي أو تساعد في شفاء أو في إبراء من أمراض وحد برضو في نفس العلم يعمل حاجات عشان تقتل وتموت حد ممكن حتى المتفجرات في حد ممكن يستخدم متفجرات عشان يكسر مثلا في الجبال ويطلع كنوز ويطلع الخبايا اللي فيها وحد يعمل متفجرات لقتل إنسان فكل شيء في الأرض خاضع لقانون الإيجابي والسلبي كل شيء في الكون لو دخلتوا النهاردة عند أي معلومة أيا كانت شكلها إيجابي حتى في الطاقة حتى في الدين حتى لو النهاردة أيا كان الدين اللي أنت بتتبعه تأمل كده معايا هتلاقي فيه طيارات في الدين بتاعك بتعمل أشياء مظبوطة وفيه طيارات في نفس الدين بتاعك بتعمل أشياء ممكن تكون بتخالف العقل وبتخالف المنطق وملهاش أي أساس من الصح واللي اتنين بيزعموا إنه هما صح واللي اتنين تحت الأمبريلة أو الشماعة بتاعت نفس الدين وطبق ده على كل دين وعلى كل علم وعلى كل وعي حتى الطاقة مثلا هتلاقي فيه معلومات أنا ساعات بسمع بعض الناس بيكلموا في الطاقة أقول إيه التخريف ده وفيه ناس بيقولوا الله بسم الله وماشاء الله الكلام رائع فكل علم في الكون فيه الإيجابي وفيه السلبي عشان كده الأمر الديني اللي بيحمي ويمكن أنا بحب دايما منهجي دايما حتى في الأكاديمية وفي كل حاجة أنا بعملها مش عايزك تبقى مستني إن حد ييجي يقولك تعمل إيه مش عايزك تبقى مستني أدي لك سمكة لأ أنا هدي لك خطوات وعرفك إزاي تصطاد وعرفك أنواع السمك وأنواع السنارات والبحور وأنواعها إذا كان مالح والعذب وأنواع السمك اللي فيه وإزاي تختار بالمناسبة بالتفاصيل بكل الكلام ده وإنت روح بقى أنت وخبرتك فيه حد عاوز يصطدم الماء عزبة حد عاوز يصطدم الماء مالحة حد عاوز يصطدم الماء كبير سمك صغير أنت عرفت المعلومات وكل واحد بحسب مكانه وبحسب وعيه هيتوجه وهيستفيد إن شاء الله ديني يأتي قدام ربي ودايما بعمله حتى في معظم الكورسات اللي بعملها في الأكاديمية فمهم تكونوا أخذ بالك من حتة دي إن فيه أمر ديني بيحمينا دايما من الوقوع في شر أو في خطأ أي معلومات جاية لنا اللي هو إيه بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأحسنه جاية من الحسن حتى بيكون الكلام فيه جمال فيه حسن فيه إحسان قل لي بالله عليك لو واحد عاوزك تشخص اللي قدامك وواحد عاوزك تشيطن اللي قدامك وواحد عاوزك تبدأ تشوف اللي أنت فيه وتحس بالعذاب والألم أكتر فيه الحسن في الكلام ده لو حد عاوز يلبسك ويمعن في إنك تعيش دور الضحية برضو فيه الحسن في الكلام ده فيه الجمال في الكلام ده وخلي بالك أي إنسان عنده أقل قدر من العلم أو لو ما عندوش علم لما بيتحط في أي موقف أول حل هو الهرب يبقى لو حد بيدي لك معلومة وبيصدر لك معلومة إنك تهرب يبقى ما عندوش حل يبقى تسمعوا ليه تخيل كده بالزبط لو حد مع احترامي بلاش أخبط في الحتة دي علشان في بعض الحاجات بتبقى خطيرة يعني طبية أنا كنت أكلف عن معلومة طبية بس ممكن حد يأخدها مني ويتأثر عليه طبية خطأ محتاجة التقلب ووعي أكتر وأنا مش ضامد اللي بيسمعني ممكن ينفذها إزاي نبعد عنها ونشوف معلومة تانية إن النهاردة لو في سؤال في الامتحان وحد من اللي بيدرسك في المادة دي بدل ما يقول لك تحل إزاي قال لك لما يجيلك السؤال ده تنشه السؤال ده انت مش هتعرف تجاوب عليه السؤال ده مكالكع وحطي لك سمات السؤال المكالكع هو خلك إفعالك وأول ما تشوف السؤال هتهرب منه هو ده أهل ذكر في المعلومة دي تعرفين أهل الذكر معناه إيه قلتها كتير وشرحتها بعمق في كورس قوت كلمة التفكير بس أنا النهاردة هقولها من منظور يعني أعمق شوية المعنى بتاعها البسيط إن أهل الذكر هو الشخص اللي أنا شفته ناجح في الحاجة اللي أنا عايز أعملها خلاص كده يبقى هل عليه الذكر اللي بيحصل إن ده أمر ديني ربك ألهو لك في الكتاب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لأنك الأصل إنك بتتعلم وبتتطور وبتتذكى فلو أنت ما تزكتش وما عملتش اللي عليك وما تدبرتش وما قمتش بوجبك وما قمتش بدراستك وما قمتش بالبحث بتاعك ولا التبين بتاعك ولا الانفاق والسعي في سبيل العلم وعايز المعلومة جاهزة يبقى يا سيدي اسأل حد هل عليه المعلومة اللي أنت عايزها أنا النهاردة مثلا عاوز أنجح في مجال المال والأعمال يبقى لما لاقي حد نجح في الحتة دي أنا النهاردة نفترض أنا هدخل جديد في موضوع البورصة مثلا فشوف حد في تجارة الأسهم وقدر يكسب وقدر يتخطى المخاطر وعمل سيستم وعمل استراتيجية وشايف تأثرها عليه يبقى دا سمو أهل ذكر لكن ينفع واحد ما طبقش وما عندوش معلومات ودخل البورصة خسر وخسر تاني وخسر تالت وعمل ياخد دورات وبيفشل فأمطالع يقول يا جماعة اوعى تاخدوا دورات بورصة دا فشل واوعوا البورصة دي هياخدوا فلوسكم وهيتحكوا عليكم وهينصبوا عليكم ومهما هتاخد دورات هتدخل البورصة وتفشل يبقى هو أهل ذكر في ايه دلوقتي؟ في الفشل تخيل بقى لما الآية تتعكس ونلاقي النهاردة في الزمن اللي احنا فيه اللي مش فاهم علاقات ولا عارف يتعامل مع علاقات ففشل فبيقدم لك المعلومة اهرب احسن اللي عنده مشكلة في العلاقات والراجل عنده مشكلة مع الستات او ستة عندها مشكلة مع الرجالة ويطلعوا يتكلموا فيصدروا القناعات المصيبة بتاعتهم دي ويقول لك لا يا عم خليني كده بعيد ويا عم الجواز خدنا منه ايه ويتعامل أغاني انا سمعت بنفسي أغاني مدمرة معمولة ترياء على المتجوزين والمتجوزين خدوا ايه والحمد لله انا كويس وانا مش عايزة بقى متجوز وانا سنجدر ما عارفش مين وبدأوا يصدروا ده للناس فاتعكست الآية بدل ما بقينا او بدل ما المفروض ناخد معلوماتنا من اهل الذكر يعني الشخص اللي نجح في الموضوع بقى دلوقتي بيتصدر والناس بيجروا وراهم تلاقي واحد نهاردة قلتها حتى في قوت كلمة التفكير اللي اخد الكورس لو واحد نهاردة داخل جامعة مثلا لسه جديدة جديد او داخل دراسة جديد يقوم سائل جامعة المادة دي اخبارها ايه الشاطر هيبدأ يدي له معلومات تحفزه الفاشل هيقول له ده مادة صعبة ومكالكعة انت هتاخد المعلومات من مين من اهل الذكر اللي عارف يذاكرها وعارف ينجح فيها ولا من اللي عمال يقول لك صعبة ومش تعرف وعمال يديك معلومات تدمرك والحياة فيها الاتنين وكل شيء في الارض فيه الاتنين وصلت يبقى اخدها قاعدة كده انا باستقي معلوماتي من مين من حد نجح في التعامل مع ما يسمى الشخصية النرجسية وعاش سعيد ولا ما عارفش وبيديك تقفيل في وشك يبقى اخد معلومات منه ليه لو انا رايح لطبيب النهاردة وعندي مثلا مشكلة ما فمش عارف لها اي علاج يقول لك بس هو خلاص بصه هو ده مستمر ومش عايز اخبط بقى خلاص المهم عشان فعلا ممكن الكلام يقفع ناس قد يكونوا مرضى ولكن في ناس للأسف ما عندوش معلومات بالتشافي ما عندوش معلومات بازاي يحصل إبراء ويقوم برمج الناس أصله ما يقوس منه يقوم الشخص واخد البرنامج ويعيش مكتئب ومفكر إن المرض ما يقوس منه مع إن إله أم أقلنا في الكتاب إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وما بقوم يشمل المرض وسيدنا محمد قال ما خلق الله من داء إلا وجعل له دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله يبقى أنا هسدأ الله ورسوله ولا هسدأ اللي مش عارف فإحنا بقينا بنستمد معلوماتنا للأسف من أهل الفشل أنا أسف في الكلمة أو أهل عدم العلم مش أهل الذكر فاخدها قاعدة دايما قدامك كده قبل ما تدخل في تفصيلة ما لأن أهل الذكر معناها تفصيل مش معناها تعميم يعني أنا لو قلت النهاردة مثلا واحد متخصص في علم النفس مع علم النفس كاتيجوريز وعلوم كتير وحتى أقسامه كتير وأنواعه كتير معايا فعلم النفس ممكن فيه علم النفس إجرامي وفيه علم النفس التعلم وفيه علم النفس الصناعي متعلق بكل ما يتعلق بالصناعة والماركتينج والتسويق والكلام ده كله وفيه حاجة متعلقة بالتفاوض فكل دي تفاصيل فمش عشان هو مثلا دارس علم نفسي قفاهم تفاوض لأ مش شرط لما شوفه في التفاوض بينجح آه يبقى الحتة دي هو أهل ذكر فيها مليش دعوة بشاهدته وده ليه دعوة باسمه ولا التايتل بتاعه أهل ذكر في الحتة دي يبقى خليها قاعدة قدامك دايما لما تيجي تعرف أي معلومة في تفصيلة ما الشخص اللي قدامك يكون نجح فيها نجاح انت عايزه ابدأ اسمع منه حد هيوصل لك معلومة إنك تبعد وتجري وتغرب إذن هو ما نجحش هتاخد منه معلومة ليه هينقلك الوعي بتاعه وهتوصل لنتيجة بتاعته فدي مقدمة مهمة لازم تعرفها عشان تبقى في الأول عندك قاعدة كده أنا باعلمك إزاي تصطاد مش هتدي لك كل يوم سمكة اعرف إنت بتاخد معلوماتك من مين الإنترنت لقانا بقت مفتوحة كل حد بيتكلم في أي حاجة وفي أي مجال وفي أي تفصيلة فأنت ما تعرفش وصلت دي نقطة نقطة اللي بعد كده خلينا أسألكوا سؤال عجيب شوية ولما سألتوا الناس كتير في الجلسات اتصدموا لأن وخصوصا اللي كان بيكلمني عن نرجسية لأن هو أصلا مش واخد باله ولا يعرف إيه الضد كنت بقول لهم طيب الشخصية النرجسية عكسها إيه يوم تلخبط ما يعرفش أصلا فيه مسمى سلب يهو وبعض الناس بدأوا ينشئوا بيه عقل جمعي وخطورة العقل الجمعي أخطر مما يتخيل حد إن أنا أنشئ عقل جمعي والناس كلها عملة تنشئه وتغذيه بقى بالمسميات والتفاصيل والسمات والضرر والألم والمعاناة وأنا قمت بسرعة حاطت نفسي إن أنا كمان في العقل الجمعي ده فدخلت في الدوامة طيب العقل الجمعي السلبي ده إيه القصاد والإيجابي والله العظيم سألت الناس كتير اتلخبطوا معنفوش يردوا مش عارف أصلا إيه الفرق أو إيه العكس قصود إيه الجانب التاني المشرق وكانت المفاجأة بالنسبالي إن النرجسية اللي هي فيها سمات الكبر وفيها سمات الأنانية وأنا ومن بعد الطوفان والتعالي المقابل بتاعها العكس بتاعها سلبي برضو يعني الكبر والأنانية وإن أنا أبقى متعالي على الناس لو خدت العكس بتاعها هتلاقي إن أنا أجع نفسي عشان الناس وإن أنا إن أنا عارف اللي بقيه بيفني نفسه أو بيفدي نفسه فالفداء والتضحية بنفسي من أجل الآخرين وإن أنا يعني شوف المقابلين في العرف والوعي بتاعنا مصيبة الاتنين ما هو هو أنا يا إما أبقى أنا وتوظف الناس يا إما مش مهمة أنا والمهم الناس والناس بقى اتوعى في الاتنين دول نفسيا هم مش مدركين مش واخدين بالهم ويبدأ بقى يغزوا يغزوا في أزهاننا بقى ولازم تضحي واستحمل عشان كذا ما هو دايما وخدوا بقى خدوا بالكم دايما إذا يا ربنا خلي الكم بالتوازن فإذا وجد ده وجد ده اللي بيجي على نفسه واللي بيضحي بنفسه واللي بيتفنن في إنه يؤثر بالمعنى السلبي خليب لكم الإثار في القرآن معناه أروح للأسف التاخد بالمعنى السيء تم تحريف معناه من أجل بعض الناس اللي سماتهم سيئة عشان يبقى الطرف ده هو اللي بيجي على نفسه وهو اللي بيفدي نفسه وهو اللي بيضحي وبقى هم دول الطرفين السلبيين المفاجأة اللي ما حدش باخد باله منها إن الاتنين دول من سمات قوية جدا لمشكلة في الثقة في عدم الثقة بالنفس يعني الثقة لما تقل بتظهر السماتين دول دي أحد سماتها الثقة لما تقل عند حد إيه اللي بيحصل لو هو عنده أخلاق وعنده شيء من التعلم كده والرقية وإن أنا بخاف ربنا هتقلب معابدي أجع نفسي وهين نفسي وزل نفسي وأبدأ بقى أعيش تحت عشان بقى هو كده وفي الآخر أعيش الجنة في تقوم قلبة معه في الحتة دي أو لو هو مش بيراعي ربنا ولا الخلق عنده عالي مش فارق معايا حاجة يعني خلاص بتقلب معادي والاتنين عرضين خطيرين لعدم الثقة حلو طب إيه الإيجابي بقى الإيجابي هو النص هو التوازن ده طغيان في الجانب السيء وده طغيان في الجانب اللي تحت واللي اتنين طغيان تخيل اللي اتنين طغيان جانب طغى على جانب وخيره الأمور الوسط وخيره الأمور التوازن حلو عارفين لما بنقول كلمة متطرف على إنسان كلمة متطرف جاية من إيه اللي بتتقال دوقتي على بعض المتدينين أو بعض كذا كلمة متطرف هي في كل العلوم وكل الديانات وكل الأعراف المجتمعية وكل العداد التقاليد متطرف معناه ساب الوسط وانجرفة إلى الطرف بقى متطرف ياخد أقصى الإيجابي أقصى البلاس يعني مش إيجابي يعني حاجة حلوة يعني أقصى البلاس لو في قوة وفي شدة في عنف ده بلاس معايا في إيزاء في سيطرة في تحكم ياخد أقصى السلبي السالب أقصب بقى اللي هو تحت وبيتزلل ويطالع عينه وبيجع نفسه شان ناس وفاكر أن كل ده صح وده فاكر أنه صح وده فاكر أنه صح واللي اتنين أصلا غلط اللي اتنين متطرفين اللي اتنين كل واحد فيما عايش في الطرف وإذا وجد ده هيجذب ده وإذا وجد ده هيجذب ده حلو فعلشان أفهم أصلا وأبقى عايش فعلا التوازن لازم أبقى مدرك ومحدد أنا عاوز أعيش في الوسط عاوز أعيش في الحالة الصح اللي حتى لخصت في مجال العلم النفس في مصطلحات صغيرة كده أو تعريفات أو يا ربي جمل صغيرة اللي هي وين وين اختصارات يعني وين وين اللي أنا أفوز مثلا أو أكسب والآخر وين حالة الوين وين دي هي حالة التوازن إن طالما إحنا في علاقة أو إحنا في تعامل فإحنا اللي اتنين طلعين كسبانين ولكن أنا عاوز أنا بقى الأول وإنت التاني وإنت من حقك تبقى عايز تبقى أنت الأول وأنا التاني براحتك حلو كده المهم إن إحنا الاتنين وين وين situation احنا الاتنين متوازنين طالعين كسبانين العلاقة الخطأ هنا ان انا عايزة بانا كسبان والاخر خسران ده احد الاطراف السيئة السلبية اللي بيطلق عليه الان في الدارج الشخصية الانرجيسية الطرف الاخر هو انرجيسي على فكرة برضو ولكن هو عاوز يشوف نفسه صح ما هو برضو مش عايز يبقى خلطان هي سمات بس متجلية في اتجاه تاني لو احنا اعترفنا بقى ان ده يبقى نسبة نرجيسي بالتشخيص يعني وان كان في تحفظ اقوله بعد شوية حتى دي فهو اصلا هو كمان في الطرف الاخر ان انا عمال lose win شمعة تحتارق من اجل الاخرين وعلى مدى الزمن اللي فات للأسف الاشخاص اللي هنا وضعوا قوانين للاشخاص اللي هنا عشان يبقى دول يفضلوا تحت ودول يفضلوا فوق ثم بعد كده بقى ده السائد واللي بيتربى في مجتمعنا فاصبح السمات السائدة هي السمات الاسف السيئة لان ما بنتدربش ما بنتزكاش ما بنتطورش ما بنتعرفش يا راجل لو انا النهاردة والله من اكتر الحاجات اللي ممكن توجع وتصدمك يا اللي بتسمعني دلوقتي حالا لو انا النهاردة عملت استقصاء ونزلت ويمكن اللي بيسمعني بقاله فترة هيبقى خارج المنظومة دي شوية لان انا اللي انا بعمله بقالي فترة هيخليهم ينجحوا في السؤال ده ولكن لو خدت عينة عشوائية من المجتمع مش عينة من اللي بتتابع شخص معين عينة عشوائية وسألتهم انت تعرف ربنا من مين هتلاقي بلا مبلغة فوق الخمسة وتسعين في المية وممكن اكتر هو ما يعرفش ربنا الا سماع سمع عنه سمع عنه بقى في الجامع سمع عنه من شيخ من جده من بوا سماع من تلفزيون من محاضرة من يوتيوب لكن هو ما قاعدش يعرف ربنا منه فتخيل لما يبقى شخص كده اصلا فتعاملاته كلها سماعي حياته كلها سماعي فعايش اماع المجتمع بيحشي بيديله معلومات بيبرمجه وهو ماشي معاه فاصبحت السمات دي هي اللي سائدة زي ما قلتها في الحلقة اللي كلمت فيها عن النرجسية وشخص نرجسي ان اصبحت السمات السائدة هي السمات اللي بيقال عنها نرجسي ولكن الشخص اللي بيعملها لا يمت بصلة للاضطراب المسمى في علم النفس اضطراب الشخصية النرجسية وصلت بسمه ان بيدي فركز معاي كده عشان دي حتة مهمة ومفاجأة لناس كتير اللي عنده اضطراب الشخصية النرجسية اكبر السمة لو هو مشخص يعني علميا على يد متخصص بالمقاييس المقننة واللي تم قياس صدقها وثبتها معايا لو جبنا الاشخاص اللي فعلا شخصوا ان هم نرجسيين خمسة وتسعين في المية منهم مش هيجوزوا اصلا لان الشخص النرجسي الحقيقي ما بيجوزش اللي عنده اضطراب الشخصية النرجسية دايما بيكون منعزل ما بيحبش التعامل شايف ان الجواز مسئولية وعبء وكلامه فاضي وهو الاخير وهو اصلا بيكون بيعزف عن الجواز ده النسبة الاكبر منهم لو احنا قلنا اللي عنده اضطراب بجد مشخص في علم النفس بالاضطراب الشخصية النرجسية النقطة المهمة التانية اللي عايز برضو افاجئ بيها اللي بيسمعني ان لو احنا النهاردة جبنا عينات لو النهاردة مثلا جبنا الف رجل وامرأة كل واحد فيهم شايف الطرف الاخر نرجسي وعملنا المقياس هيطلع واحد في المية بس منهم هو اللي نرجسي نرجسي بجد اضطراب الشخصية النرجسية وتسعة وتسعين في المية اللي يمط بالاضطراب الشخصية النرجسية بصلة حلو عشان كده عايز اقول معلومة مهمة قوي المنهج اللي انا بتتابعه واللي انا عايش بيه طول عمري ولما اكتشفت وبدأت ادخل جنات النعيم حرفيا في الدنيا ويا رب بمشيئة الله اتدرك فيها حتى جنات النعيم في الاخرة ان ربنا مسخر لينا ما في السماوات وما في الارض وان ما فيش شيء في الكون بيحصل صدفة وكتبوها كده ويريد تعلقوا الجملة اللي هقولها دلوقتي عندكم في البيت تبقى واضحة من يؤمن بالصدفة يكفر بالاله هعيد الجملة تاني من يؤمن بالصدفة يكفر بالاله لا يوجد شيء في الكون صدفة كل تفصيلة في الكون خاضعة لقانون الحق الالهي ده ربنا خلق السماوات والارض بالحق وما بينهما بالحق فكل تفصيلة هي استحقاق هلوقين كنتنا بكلم فيه بتفصيل في كورسة خوانين استحقاق هو كورسة متقدم بس بس بحبه اشير ليه للاعاوز بقى يستزيد بعد كده ولكن ركز معايا في الحتة دي كل تفصيلة بتحصل في الكون هي استحقاق فركز معايا كده لما انت تبقى مؤمن ان الكون كله مفيش في شيء صدفة اتنين ان اللي بيحصل هو استحقاق هتسأل نفسك سؤال قبل ما تبدأ تعمل اي حاجة انا ليه استحقيت اعيش الحياة دي وربنا عاوز يقولي ايه بلاش عاوز دي ان ربنا ما بيعزش استغفر الله وربنا يريد يقولي ايه في الحتة دي حلو ركز معايا لان ما فيش شيء في الكون صدفة اذا كل موقف وكل حالة انت عايشها هي جاية تدي لك رسالة عشان تتعلم عشان تنتبه لان احنا هنا في جيم احنا هنا عميين نتعلم عميين نتطور عميين نرتقي فكل اللي بيحصل اللي واعي ان هو عمالي يرتقي وعمالي يزود لو انا بلعب جيم مثلا ولاقيت حتة واجعتني قوي اه هتديني اشارا ان العضلة هنا ضعيفة او ان انا بعمل التمرين غلط لكن مش هي كده وخلاص مش هفضل اعمل واي بتوجعني واقول هو كده ربنا عايزني لا ده كده فكر خاطئ وتفسير سلبي في التعاون مع الاله لا يا صح كل حاجة بتحصل بتدي لك مئرسالة بتعرفك حاجة حلو وبالتالي مهمة كون مدرك بقى ويمكن دي قلتها بتكلم فيها بالتفصيل في كورس العلاقات كرما علاقات ركز معايا فيها وصدقني هترياحك قوي لو انت صدقت النية وعقدت العزم انك تبدأ تشتغل فيها صح اللي بيحصل لي في العلاقة هو استحقاقي من ربي عن طريق فلان هقولها تاني وكتبها قدامك كده اللي بيحصل لي في العلاقة بيحصل لي مش اللي هو بيعمله لأنه هو ممكن يعمل ما يحصلش عليك لما يبدأ يؤثر عليك يبقى اللي بيحصل لي في العلاقة هو استحقاقي من ربي عن طريق فلان يعني ايه الكلام ده يعني لما ابدأ احس انا بالزل احس بالخنقة احس بالكلبشة احس بالضغط احس بان انا ممسوك متكتف مش عارف اتحرك فيش حرية ده اللي انا حسه هو اوه مقاعد مع نفسي كده ورقة كده وكتبها ومهم تكتب ومهم تكتبي عشان الوعي يحضر وتقع مركز وتقع مركزة وانت بتعمل التمرين البسيط ده المشاعر دي استحقاقي من ربي عن طريق جوزي المشاعر دي استحقاقي من ربي عن طريق مراتي عن طريق ابني عن طريق مديري عن طريق الحاكم عن طريق المرؤوس عن طريق رئيس مجلس دارة عن طريق كذا حط بقى اللي انت عايزه خلاص انسى بقى التصنيفات وانسى الشخصية وانسى المعرفش مين لاني قلتلك علميا من يسمون انارجسيين واحد في المية بس منهم هم اللي فعلا يقدر نقدر نقول ان هم عندهم الاضطراب ده فاحنا بنتكلم من الان في 99% الواحد في المية ده في العيادات بقى وفي الناس المتخصصة هتبقى ساعتها تقول تعمل ايه مش هكلم بقية الملأ على واحد في المية انا بتكلم في 99% اللي بيعاني من حد بيئزيه او حد بيضغط عليه او حد بيكرهه او حد بيضغطه فساعتها بقى انا لازم اخد قرار عشان ركز معي في الحتة دي والله مهمة قوي ربنا خالق الكون بحيف اللي هيجيلك من برا هيزودلك اللي انت فيه اللي انت عايشه اللي انت حسه وبالتالي الهروب الغيم من دماغك دلوقتي لانك لو هتهرب معناها هيجيلك شيء تاني من برا طبيعي في الاول هتحس ان انا بقيت كويس لكن هتفاجأ بعد فترة انك بتقع في نفس الظروف ونفس المشاعر عن طريق تفاصيل مختلفة يعني بالله عليك اللي بتسمعني كده عمرك ما كنت في يوم مثلا حاسس بضغط او خنقة وانت في بيتك مثلا ففكرت ان انت لو روحت اشتغلت هتتحرر او لو تجوزت او تجوزتي هتتحرري بقى وتتفكي من الضغط ده فجاء الجواز او جاء الشغل اللي كنا فرحانين بي في الاول وبنرقص في الفرح ومشاء الله واغنية بقى يا منعنع يا منعنع ماشي وفجأة نلاقي نفس اللي انا كنت عايش فيه قبل كده عمالي ازداد طب قررتها بعد وقررتها انهي خلق مش عايزة اتعامل مع حد هتلاقي فجأة انواع معينة من التفاصيل المادية والحياتية والاصدقاء بتوصل لنفس المشاعر تاني ليه لان انا هربت من الامتحان انا ما ادركتش الرسالة في الاول انا ما فهمتش ليه استحقيت ده فعشان كده هسألك سؤاله وفكر فيه الصح بقى ان ده اللي انا بقالي فيه بقالي فترة وعارف معظم تفاصيله انجح فيه ولا اخد قرار بالهروب فاقابل حاجات تانية محتاج ادرس تفاصيلها وخش في معاناة تانية وانا مش مدرك وانا فاكر ان انا كده بجري فاكرين لما قلنا في قوة الكلمة والتفكير انا بعتبر الكورس ده من اساسيات الكورسات في الحياة عن منهجية بعيدا عن في منهجية فكرية الفكر والعقل ده هو اهم حاجه والله في منهجية فكرية اسمها بعيدا عن اول ما تلاقي نفسك عايز تبعد عن اعرف انك هتلبس منهجية بعيدا عن اكتر منهجية بتدمر لانسان بالبطيء والله وانا بحلف بالله والله ان انا اعرف اشخاص ممكن يكون بقى لهم اربعين وخمسين وستين سنة عايشين في منهجية بعيدا عنه وكل شوية عايز يبعد عن حاجه ويتغروا لعل وعسى ثم بعد شوية يقع في مصيبة اكبر وعايز يبعد عن كذا فيتغروا يقع في مصيبة اكبر ويعفوا مصيبة اكبر لانه منهجيته اصلا عقليا بعيدا عنه المصيبة الاكبر دي بقى تبقى شخص متسلط تبقى مدير متسلط تبقى دولة فيها حاكم متسلط تبقى خسارات مادية وضع اقتصادي فيروس يتربق الدنيا المهم من المحصلة المشاعرية اللي هو عايشها عمالة تزداد مع اختلاف التفاصيل لكنه مضغوط ومكسور ومزلول مزلول لمرض بقى مزلول لديون مزلول لقصات من المهم مزلول وخلاص في الآخر لانه ما ادركش القانون ده ان كل اللي بيحصل لي في الحياة اشارات من ربي عن طريق فلان فلان ده ممكن يطلع شخص فلان ده ممكن يطلع فيروس فلان ده ممكن يطلع حدث او موقف المهم انها لازم ابدأ ادور بقى طب ايه الرسالة ايه المعنى لما انا اعمل كده ايه لا يحصل لي هو انا دلوقتي متخصص وهقدر يعني بسم الله ما شاء الله اعمل تستات لاي حد قبل اتعرف عليه ما هو اللي ما يعرفش قوانين الاستحقاق هيتجنن ليه لانه بقى لازم يدرس بقى ولازم يعرف طب انا عمل تستات ازاي وايبان ازاي ويبدأ يسمع بقى ان الشخص النرجسي ما بيبينش وبيبين لك انه زي الفل هيجننه بجد هيلحسه مخهم هيبدأ يعيش في رعب ويعيش معاناة طب انا اعرفه ازاي ده ممكن يكون حنين عشان عاوز يضحك علي اصل هو بيبقى حنين عشان يضحك عليك واصله هو كزا عشان بيسحلب لغاية لما يتمكن وبيعمل طب انت ان شاء الله تعرف ازاي باذن الله هتعرف ازاي فهيربي لك رعب اللي بيقولك الكلام ده بيلك لخبطة وهي حسك بعدم الامان وانت متلخبط ركز معي بقى فعدم الامان اللي انت حسه والخوف اللي انت حسه واللخبطة اللي انت حسسها هتزيد فهتزيب مزيد ومزيد وصلت ده لو كنت انت لسه ما دخلتش لكن لو انت بقى دخلت وحد دقا ديولك ايوة ده هو كزا وهو كزا ازا كنت انت مثلا متفائل شوية وعندك كده يعني نية وعزم انك تطور وعندك قدر من التفاقل والتحمل وعمل تحاول وعمل تجرب ومرة تنجح ومرة لا لأ لانك ممكن تكون مدرستش بستعمل تجرب من دماغك هيجي يقفلها لك لا ده هو وصل كزا 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 وكل اللي بتعمله ايوش فايدة تيحس انك هوب وانهارت يبقى انهي خالص واهرب بقى الله ايه الكلام ده والاسف فيه ناس كتير جدا حصل لهم كده انه بقيت لبانة وشماعة وبقى كل حد بيدي التشخيص ده وبيدي التصنيف ده وبيدي الاحكام دي وهوب لخبط الدنيا وصلت هنيا اشرب بس بسم الله طيب خليني اقول معلومة مهمة اوي ندخل دقاتي في موضوع قبل ما اقولك تحمي نفسك ازاي قبل ما اعمل التأمل ايه الرسالة عشان خطري بعد ما خلصت الحلقة اللي فاتت بتاعت الشخصية النرجسية وقلت يا جماعة بلاشت حط احكام وان السمات اللي موجودة دي مش معناها ان اللي قدامك نرجسي لان كلنا او معظمنا عندنا معظم هذه السمات تقل تزيد تنقص وانك مهمة تتعامل عقليا معها لقيت بعد ما خلصنا كزا حد بعد طب اتعامل مع النرجسي ازاي يا عم انت شخصت احنا قلنا ايه بعد عن تشخيص ركز معايا انت ممكن تبقى على حالة من اتنين وانت اللي بتختار حلو كده الحالة الاولى اتعامل مع النرجسي ازاي تقوم مدخل وعيك في العقل الجمعي عن النرجسية والمعلومات اللي بتحاك وتبرمك في عقول الناس عن النرجسية مفيش امل مقفل بيحب يقزي هتتعامل كويس هيسوق فيها هتدخلت في الوعي ده حضة سد انت اللي اختارت طب سؤال تاني بقى اعمل ايه عشان احصل اللي انا عايزه في العلاقة عشان ابقى سعيد ومرتاح في التعامل مع الامامي اقول لكم على سر انا عامل كورس اسمه كرمع علاقاته اذا كانت اجتماعي وانا بعمل الكورس احنا درسين انواع الشخصيات وتصنفها و ودرسين كذا توجه لكذا انواعين في حد بيوصف الشخصيات مثلا بسمات الشخصية وحد بيوصف الشخصيات بالاربع اشخاص اللي هو بتعلم مع الحسي والبصري والكلام ده وفي كل انواع الشخصيات وفي الانيجرام والتصنيفات بتاعة التشخيص انا تعمت لانه اللي انا شفته في حياتي واللي جربته وعيشته بعد ما وعيت للمنهج الحقيقي بتاعة التسخير ان كل ما شخصت كل ما دخلت في نفق وبقيت محكوم بالوعي الجمعي المنشأ حوالين هذه الصفات خلاص وحاجة مهمة كمان وكل ما كانت احتمالية التشخيصي غلط فممكن تلاخبط للدنيا فانشأت كورس كرمع علاقات ملوش علاقة بالتشخيص خالص والمنهجية اللي فيه منهجية معتمدة على الشخص اللي بيدرس بس من واقع الاستحقاق من واقع التسخير اللي ربنا جايبهولك ومن واقع انت ليه استحقت ده وتعمل ايه عشان الاستحقاق ده يقف ماليش دعوة لقدامك هو ايه نرجسي ولا بسبيسي ولا فحلقي مش مهم انت ليه مستحقت ده انت وربك وبس وكانت النتائج مذهلة عشان كده انا قلت كزا مرة ان الكورس ده من قوته انا كنت عايز اعمله الدعاية صح ما كنتش فضلها فأجلتها لغاية لما عملها صح واطلقنا يمكن الحملة قريبا في بقالنا والشهر في الحيطة دي لان النتائج كانت مذهلة للي طبق بجد يعني يمكن اديكم مثال كده في المذكرة بتاعة كلمة علاقات عارف لما تكون ماشي في طريق وانت ما تعرفش الطريق اصلا هو ماشي بيوديك فين ولا بيجيبك منين تخيل كده انت في دولة وما تعرفش اصلا انت رايح فين وما تعرفش المكان اللي انت رايحه هو فين وركز معايا وما تعرفش انت فين دلوقتي يعني انت ما تعرفش انت بعيد ولا قريب ما تعرفش لو دخلت يمين هتكون بتبعد ولا هتكون بتقرب ما تعرفش انت اصلا ضدتي في النص ولا فين على الطريق انت ما تعرفش خالص فدي كانت الفكرة اللي خلتني اعمل حاجة في الكورس سمتها رحلة العلاقات هي رحلة طريق والرحلة دي عبارة عن خط الخط ده انت بتكتب فوق الاسم وبتكتب التاريخ تاريخ النهاردة بتتعمله وكل شخص بتتعامل معاه بتقعد تحل تشوف النقاط اللي حصلة عليك وفي حياتك بتعلم عليها صح لغاية ما تكتشف انت فين في الطريق وانت فين لان الطريق بتقسم لو شفتوا الليين خط احمر وخط ازرق انت فين شمال ولا اخضر يعني ايجابي ولا في النص ما اللي دي شوية هنا وشوية هنا واللي انت بتعمله موديك لفين وخلي بقى لك بقى ايه اللي هيبدأ يحصل الفترة الجاية عليك فتبدأ تدرك انت عملت توغل في الاحمر في الغلط ولا عملت توغل في الاخضر في الايجابي فبقى عمل زي الجي بي اس ولا تقول لي بقى تشخيص ولا مش تشخيص انت واللي بيحصل لك فين من وقع الاستحقاق عشان انت اللي تشتغل ما وخلي بالك لو انا قلتلك انك لازم تشخلي اللي قدامك يطبق ما انا خده يا فرحتي لكن انت لانا اللي بتدرس وانت اللي نويت تتزكى وانت اللي نويت تتطور وانت اللي نويت تغير ما في نفسك فبقى حق على الله ان يغير ما بك بغض نظر عن اللي حواليك انت متخيل شفت الخطورة في الحتة دي من اروع نعم ربنا علينا وهي نعمة الحرية ان ما فيش مخلوق في الكون له السيطرة ولا له السلطة علي الا لما انا اكون وقعت في الاستحقاق واستحقت هذه السيطرة فلما انا اتزكى او اتطور وابقى واعي خلي بالك بقى عشان دي حتة محتاجة ارتباط مهم بينك وبين خالق الكون الله سبحانه اذا انا ما صدقتش ان انا وربي بس وكفى بربي هاديا وكفى بربي نصيرا اعرف ان علاقتك الله اعلم هيبقى عاملة ازاي خلاص كده والنهاية تقوم لخبطة طول الوقت انا معتمد في الدورة دي ان انت وربك وبس ويا سلام لو هو شافها معك باذن الله هتعيشه اروع ما يكون لكن انت لو انت اللي طبقت انت اللي هتستحق من الاله العيش في جنة والعيش في روان ازاي بقى لها تفاصيل وانت اللي هتقرر برضو فاكرين المثال بتاع الحباية اللي ممكن اديها لك تخلي المشاعر تروح الله عليك اللي بيطبق بجد فيستحق الراحة ممكن يفضل في نفس العلاقة ولكن اي تأثير سلبي يتقطع فيبقى عايش روان وعايش راحة نفسية ويلقى ان انا خلاص ممكن اكمل والصفات دي رغم انها سلبية بس انا بتعامل معها الايجابيات اللي باخدها اكتر من السلبي اللي باخده تانا وقفت المشاعر خلاص فلما وقفت المشاعر السيئة وعملت التوازن عندي لقيت ان لأ التوازن اكمل حد تاني يلاقي اللي قدامه بدأ يتحسن وبدأ يتطور وتبدأ العلاقة تبقى اعلى واعلى واعلى حد تالت يلاقي هو عايش راحة ولكن اللي قدامه بدأ يعني يحصل له مشاعر سيئة اكتر ويبدأ يتدايق اكتر وتبدأ تحصل حاجات عنيفة اكبر اكبر فان الاوان للبعد بس انا في قمة الراحة انا بادئ من راحة مش بجري بعيدا عن الخنقة ونفسي اكون راحة انا بادئ من راحة انا اشتغلت جوه الاول عشان كده بقول الناس اوعى تاخد قرار لما تشتغل جوه الاول وتجني الثمار جوه الاول جنيت الثمار بقيت في حالة راحة في حالة سلام داخلي اذا انت ماشي الان صح رغم الاحداث اللي بتحصل انت في حالة سلام الرؤية الان هتكون واضحة وهتعرف تاخد قرارك صح وبالتالي هي كذا احتمال المهم ان في كل الاحتمالات انت خلاص تحقية الراحة ده اللي انا بحبه وده اللي بشتغل عليه وده اللي معظم اللي عايشين في منهجية اكاديمية عمارة واخدينه من اول كورس من اول قوت كلمة تفكير اللي انا عاملها منهج كده متخصص بيبدأ الاول بالدماغ والفكر والعقل عشان تبدأ تنتقل بصورة كبيرة حاجة تانية مهمة كمان بدأت بقى اخد الناس في الحتة دي من انك بدل ما تشوف اللي قدامك وتبدأ تصنفه وتبدأ ممكن تغلط او تبدأ مش عارف وليه بيعمل كده او تبدأ تخش في دوامة طب ليه طب ازاي لا في حاجة تانية اعلى انت حاسس بايه نوع المشاعر ايه او نوع السلوك ايه انا بتكلم على سلوك او بتكلم على مشاعر عايز تدخلها من مشاعر اهلا وسهلا مديلك طريقة تتعامل بيها وتعرف ازاي المشاعر اللي انت الان بتاخدها طالما هي استحقاق تعمل حاجات تديلك عكس الاستحقاق ده فانت اوتوماتيك هتبقى تحصل نتائج ايجابية او السلوك اللي بيحصل لك ده بيحصل لك بسبب واحد اتنين تلاتة اربعة رسالته كذا اشتغل في الحتة دي هتلاقي السلوك ده بدأ يا تلاشى وبدأ يتغير فانت عندك محورين يمكن عشان كده هو الكورس يعني هو الوحيد تقريبا على ما اظن اللي عمل فيه منهجيتين في العملي منهجية في المحاور بتاعة الكورس والجزء بتاع المشاعر ومنهجية تانية انواع التعاملات انسى الاشخاص ما تشخصنش ما تحطش حكم نوع التعامل ده لما يكون بيحصل كذا نوع متكلم في تأيما ان حاجة وتهتين نوع كل نوع تعرف الرسالة ايه اللي تعمله ازاي توقف تأثير هذا النوع فانت بقيت عارف خلاص لا تشخص لي اللي قدامك ولا تتعامل معاه فهتلاقي الدنيا بقت كلها رائعة فمهم تكونوا خبالك من المنظومة دي عشان تبص بقى السمات اللي بيقال عنها سمات نرجسية تعالى كده شوف من جوه الرسالة بتاعتها ليك يا اللي بتسمعني لو انت واقع في الحتة دي هي ايه وفي كذا حد سأل كمان طب انا بقيت عندي سمات نرجسية اعمل ايه هنتكلم فيها بعد شوية قبل ما نتكلم في التأمل بمشيئة الله طيب يبقى اول رسالة ان انت او انت بتعيشي او بتعيش في دور الضحية اني دايما حاسس ان انا اسير انا دور الضحية اللي عبد ما فيش في ايدي حاجة الغلبان المسكين فدايما اللي عايش دور الضحية بتبقى الرسالة دي جاي تقول له غلط خلي بالك هقولك معلومة قد تكون صادمة لبعض الناس وهي نان لينير ما حدش رابطها بموضوع اللي بيجيلي من برا او ان انا كون اا عبد الظروف او ضحية الاحداث او ضحية اشخاص ودي اكتشفتها مع التجربة في الناس كتير وجابت نتائج مذهلة من يكون أسير وضحية لشهواته بيبدأ أول بذرة في عيش الضحية في الحياة وإن كل ما هو مصخر ليك يخليك عبد عنده يعني ايه الكلام ده إذا أنت تابع للشهوة بتاكل ما تشتهيه على مزاجي أعمل لنعايزه أنام في الوقت لنعايزه ما بعرفش كنترول شهواتي ما بعرفش كنترول نفسي فأنت كده بدأت أول بذرة في عيش الضحية تبدأ الشهوة تتحكم فيك وتبقى أسير للشهوة وتبقى عارف إن ده مضر بس أنت أسير ليها كسجاير بقى كخمر كحاجات غلط كمشروبات ما عرفش مين معايا فأنت أول بذرة إنك أسير لشهوة هتفتح الباب بقى هتلاقي بعد كده بقى بابا بيتحكم بعد كده بقيت معا بتتحكم بعد كده بقى جوزي بيتحكم بقيت زروحي بقيت مرتي بقى واللدي بقى أنت دخلت الباب والباب كله من هنا أنا متابع للشهوة ولا أنا قائد للشهوة فأول رسالة إنك عايش ضحية طب أعمل إيه؟ أول حاجة أعملها من جوة أنا هقود شهواتي وتفرج على ما يحصل لأنها كلها عارف بتتفرط هو عقد كده مربوط أو الجزر بتاعه من جوة الشهوة ودي حتة نفسية خطيرة يعني ممكن يكون ما حدش قالها قبل كده ما عنديش عالم بس كان اكتشاف مذهل لما اكتشفته إن بداية بزرت وجزر إن الأحداث مسيطرة علي والديون والدولة والأحداث كله في الشهوة الأول أنت أصلا من بدري تابع فبقى كل شيء بيخليك خلاص أنت بقيت تابع لكل حاجة لما الظروف تسمح لما أشوف طب أشوف ظروفي طب كذا أنت أصلا تابع من بدري فأنت بقيت تابع خلاص أنت ما خدش قرار تبقى قائد ما خدتش قرار تبقى خليفة أنا ربي جعلني خليفة المشاعر دي ملكي الشهوة دي ربنا مديني قدرة وقوة حكم فيها فأنا لما كنا ويعمل حاجة صح ههعملها الشهوة تطلع قدلها فوق دماغها وابدأ أتحكم فيها الشهوة على فكرة يا مش كلها سلبية بس أنا اللي بتحكم فيها صح أقننها مش هي اللي بتمشيني وصلت يبقى دي أول خطوة وأول رسالة لازم أشتغل فيها من جوة رقم اتنين إن أنا بنتقد دائما اقفش نفسك كده لو أنت عايش مع حد بهذه السمات اقفش نفسك كده هتلاقي انتقاد ابو السعب انتقاد الانتقاد ده بقى قد يكون لولادك قد يكون لهو نفسه قد يكون لسياسي قد يكون لفنان قد يكون لبتوع السيش الميديا المهم من أننا عايش في الانتقاد وخلي بقى لك بقى والانتقاد ده لم يرد نص في الدين يقولك إنك تعمل كده فأنت لما بتنتقد أصلا مش شغلك وصلت الانتقاد سمة الفضيين سمة اللي ما عندوش رسالة سمة اللي ما عندوش حاجة عارف من لم يشغل نفسه بالحق شغلته بالباطل لا عبا يحكم على الناس وانتقاد ده فكثرة الانتقاد بتدخلك في وعي سيء يجذب لك شخص فيه أكتر صفات أنت بتنتقدها ما بتحبهاش ليه؟ فاكرين لما قولناها في قوة الكلمة والتفكير ما تركز عليه يزداد ويكثر وما تقاومه يزداد أكثر بس فأنت لما تبدأ تنتقد جربها كده أول ما تبدأ تنتقد حد هتفجأ إن فجأة كل حاجاته بقت سلبية واللي ما كنتش واخد بلك منه بدأ يزيد هو أنت تدخل كده لأن كل ده أنا كباشر فيها الاثنين بس أنت فتحت المجل السيء أو فتحت المجل الإيجابي مفيش بشري على وجه الأرض ما بيغلطش مفيش بشري في الكون ما بيغلطش ولكن أنت هتركز الإيجابي زي ما ربنا قال لنا بقى يستمعون القول فيتابعون أحسنة ولا هتركز في العكس الشيطاني اللي هو الانتقاد أنت حر فاللي بيبدأ ينتقد بيبدأ يركز سواء سياسيين بقى سواء كذا سوشيال ميديا بتوع المعرفش التيكتو طبعا انتقاد 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 فالوعي عندك بيتحشي بإيه دلوقتي سلبي ولا إيجابي التركيز عندك بقى على إيه فاللي انت بتعمله ده هيبدأ يزود لك جدا الأحداث اللي انت فيها وبعدين لو ده بقى بقى مركز على اللي قدامك هتاخد منه أسوأ ما يكون ركز معاي كده لو انت دارس طاقة وبدأت تعمل تدريبات لرفع طاقتك وبدأت تقرأ والعلم عندك بدأ يزيد كل ما ركزت أكتر كل ما التأثير الشديد بالشئ ده عندك بقى أعلى يعني لو واحد بسيط ما عندوش معلومات ما درسش وعي ما درسش طاقة تركيزه بيجيب الجذب بتاعه والتأثير بتاعه أبسط لأن الشحنة الطاقية عنده قليلة لما انت تكون بتدرس وبتعمل تمرين عشان كده المشكلة اللي حصلة إيه إنه لما حد يكون داخل في المجال أكتر وعمال يتعلم أكتر وعمال يزود طاقته وبعدين يقوم حد جاي ملبسه بسمات الشخصية الكذا فيبدأ يركز فيها بتلايه فجأة البيت عمال يخرب وعنفه وقلم ومعاناة ولخبطة هو مشاين في إيه لأنك إنت وجهت كل طاقتك في الاتجاه ده بدل ما وجه طاقتي على العكس لأ وجهتها على الشخص يقوم أوتوماتيك ممكن تبقى أنت طاقتك أعلى منه تقوم تأثر فيه وإنت مش واخد بالك تزود أكتر العنف عنده وتزود أكتر المشكلة عنده باللي أنت حطته عندك وصلت وبالتالي الحتة دي مهم جدا تركز فيها أو تركزي فيها علشان اللي أنت بتركز عليه بيزداد وانتقادك بيزيد أكتر وأكتر وأكتر نقطة رقم ثلاثة كم من الرسائل أن أنا بحط أحكام بصنف الشخص عارف بصنف معناها إيه ببساطة كده لو أنا دلوقتي قعدتك قدامي وجبت جهاز اخترعوه ما الزكاة الصناعية بقى دلوقتي بقى عجيب عجيب غريب وامتقلك فيه دلوقتي بالزكاة الصناعية قدروا يعملوا حاجة دلوقتي هي أن أنا هقعدك وهوصلك بأجهزة كهربائية تقوم رسمة شكل وسلوكيات اللي أنت بتتعامل معاه على الشاشة يلا فلو أنا النهاردة غمضت عيني ووصلت نفسي بأجهزة الحكم اللي أنا حطه على الشخص هيطلع لي على الشاشة صرته جوايا عاملة ازاي فالصورة دي أنت هتاخدها كتير شايفه طيب ولا شايفه قاسي ولا شايفه في حاجات بعرف خليه بقى طيب ولو سكة ولا مقفل مفيش خالص اللي أنت هتشوفه هتاخده وبالتالي اللي بيحصل لك ده هو رسالة بتقول لك الصورة عندك ظهرة جامد قوي متفشية جامد قوي وإحنا مشكلتنا ركزوا معايا كذا حد في العلاقات بالذات بيجي اسألني السؤال ده فأنا ما عنديش غير حل واحد هو مقرف ولكن وفي أنفسكم قفلته بسرور فاللي بيتقرف يقعد يسمعني برضو ويقول لي دايما في الحد يقولك ما عندكش مثال تاني أوه أنا بحب القرف هقرفك عشان تستفيد خلاص بيجي لي حد يقول لي بس هو بيعمل الكلام ده إزاي ما حطش عليه حكم أقول له إيه هو يعني عشان بيعمل سلوك سيء أحط عليه حكم إنه سيء يقول لي أيوة أقول له طب بص قول لي كده بصراحة لما أنا أكوة للأكل طيب وجميل مش بيدخل طيب يقول لي آه أقول له لما أجي خرجه في الإخراج بيخرج وحش وسيء ولا لأ يقول لي سيء أقول له يعني ينفع نسميه قزارة ولا لأ يقول لي آه طبعا أقول له ريحت وحشة ولا لأ يقول لي آه أقولت له يعني أنت بتدخل تعمل قزارة وريحة وحشة ولا لأ يقول لي آه أقولت له ينفع سميه قزر ما أنت بتعملها هو فيه يا جماعة احنا كبشر بيطلع مننا حاجات قذرة وبيطلع مننا حاجات حلوة طول الوقت ده مثال صارخ ما ينفعش تحكم على حد مش شغلك ليه بقى؟ لان الحكم تعميم الحكم تعميم والتعميم بيزود استحقاقك من اللي انت معممه بدليل ان الشخص اللي انت بنفسك شايفه ما عندوش اي حاجة ايجابية هتلاقيه بيتعامل مع ناس تانية هو نفسه بحاجات نفسك تعملها معاك لان هم مش شايفين الصورة دي عنده فمش طلعة وخدوها قاعدة مني بيلاها عليكم كلنا بلا استثناء كاشخاص عشان جوانا كده جانب من اللي ايجو شوية بنحب دايما نحافظ على شكلنا قدام اللي حوالينا فلما اللي قدامي يبقى شايفني ايجابي بافضل محافظ على الصورة دي وعايزها تفضل ايجابية لما اللي قدامي يبقى زاكي ويبين لي انه كاشف كل حاجة فما عادش عندي حاجة خبيها هطلع ما يتينهم خلاص بقى ما كله متكشف وكله باين بقى فخلاص بقى خد بقى مش انا كده طب يلا خد حتى الحاجة اللي كانت هتخليني امسك نفسي شوية عشان احافظ على الشيء اللي عندك ده انت كسرتها وصلت وبالتالي نقطة مهمة اوي يخلي بالك منها ان بكل حكم انا بحطه على حد اولا ركز معايا الحكم لو خدنا بقى بالمعيار الالهي حق ولا ظلم الانسان اللي ممكن يتسرع يقوم ايه اللي ظلم او ممكن يتسرع يقول لأ مش ظلم هو بيعمل كده واللي اتنين غلط ايه اللي اتنين غلط ما نعيشكوا تبقوا تفصليين بقى الحكم كحكم هو على سلوك ولا على شخص اه احنا كده فصلنا فرقنا الله عليك انا ممكن احكم عالسلوك انه سيء سلوك في قسوة سلوك في اجرام ولكن الشخص ده مش مجرم دي بتاعت ربنا مش بتاعتين السلوك ده وحش والسلوك ده سيء فاذا حكمي دائما يكون على السلوك وركز معايا بقى واخدها قاعدة مهمة ومن كل شيء خلقنا زوجين مؤمن بكتاب ربك ولا لأ وهنا فايدة الايمان فاللي طلع سلوك سيء عنده كمان الزوج التاني بس انت مركزتش عليه وما استحثتوش عشان يطلع شفت بقى قمت معمم انت حر عايز اقولكو بامانة يا رب تفهموها يا رب تفهموها يا رب تفهموها رزقك ساعتك صحتك جنتك نارك مرتبطة بامتحانك في العلاقات اكبر امتحان ديني في الارض هو امتحان في العلاقات واكبر لعب عمل الشيطان في البشر هو اللعب في العلاقات والتصنيفات والخرب والافساد واللخبطة دي كلها ودي احد انواع الافساد ان انا خليك تقتنع ان فلان ده درجسي فلان انا افسدت علاقتك بينا خلاص ضمرت العلاقة عشان كده انا لا اؤمن ابدا بالاحكام ولا اعتبرت بيها نهائي اكبر ندارة سودة ممكن تعمي وتلخبط وصلت وبعض الناس يقولك ايه ما هو الكلام مش واقعي ما هو انت عايش ما هو الواقع هو واقوع ما في نفسك انت مسدق ان هو ايه انه اسيو مش انت مسدق كده هيحصل لك انا لو جيت عملت معاه والله ما هيخليه يطلع لي كده الا لو في حالة حرب ركزوا معايا لكل قاعدة شواز يعني لما نقول لشان دي حتة مهمة او يركزوا فيها لما نقول ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة شوف دقة الالفاظ القرآنية بينك وبينه عداوة ده شيء اقل الف مرة بينك وبينه قتال اقل كمان بين بينك وبينه حرب لو حطنا ثلاث درجات دي اقل درجة بينك وبينه عداوة كلمة عداوة في القرآن اللي هي يعني مش طيقين بعض ومش عاجبين بعض وفي حاجة كده بس خلاص يعني شوية كلام تلقيح في عداوة بس بقى في قتال ما اسموهش عداوة لا ده ده الشكل الابسط منها في قتال لا لو حد بيقاتلني اقول له بقى تفعتها احسن ده بقى انا كده بستهبل لا اللي بيقاتلني لازم ارده اقول له بقى انا كده ابقى ابقى غبي ابقى فاهم الدين غلط وصلت اخيك يا واحد داخل عليها بيسلح اقول له حضر داخل انت في ايه ده واحد داخل انا عارف انه داخل عايز عدوه في ايه حد داخل بيحارب بيقاتل فلا موضوع بيتحول تماما بيتغير تماما وصلت فعشان كده لازم تحط الامور في نصابها ان العداوة هي اللي نشأ اخو اخوه يعني في حداوة عارفين المناوشات اللي بتحصل زوجته وزوجته وحد وزميله ومناوشات كده الحاجات اللي البسيطة دي مش حد قعب يحاربني وعايزي مسلا ماسك سكينة وعايز يعورني ولا حد النهاردة داخل بسكينة كده وجايلي من بعيد دي ما اسمعاش عداوة ده حد داخل يقاتل لا لو انت معاك حاجة وتقدر فتصده صده ما تقوليش بقى هنا وليه حميم انستي خالص يبقى انت كده فهمت لا ايه غلط وفهمت الموضوع بدرواشها لا وصلت فحط الامور في نصابها فرق ما بين عداوة وقتال او اعتداء حتى كمان في اية ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه وصلت ده في اعتداء اهو في حد داخل بيعتدي معايا ويمكن هنا عايزك تكون واخد بالك من حتة دي ان هنا الاصل فيها ان لم تستطع لان الاعتداء ممكن يكون اعتداء فرض الفرض ممكن اعتداء دولة لدولة فهي لازم تتقاس بمعاييرها مش كل محد بس انجيه اضرابني وانقدر لما انا ممكن يكتفه لو قدرت تكتفه ده افضل لكن خلاص مش قادر فانت لازم عشان توقفه ترد حتى قانون انت اسمود دافع عن النفس ما حتش عارف اعمالك حاجة انت بتدافع عن نفسك وبعرف القانون ما حتش عارف اعمالك حاجة وبالتالي مهم يكون يخبرك من حتى دي فرقة من العداوة لنشأ ودي حتى بتحصل دايما في الخلافات والآراء والكلام ده بتلاينا شوية من العداوة بجمعة استغفروا بتلايط ليهم بقوا زي الفل وبعد يومين اتصافوا عداوة لكن اعتداء بقى وحد عاوز يأذي او في قتال وحرب وكلام ده لا موضوع مختلف تماما فاحنا بنتكلم على الاسر بنتكلم على التعاملات العادية الحياتية مش بنتكلم على حالة القتال ولا حالة الحرب ده موضوع مختلف تماما خلاص ليه بقول الجملة دي لان في الامور الدينية بيخشش تاني يخلي ناس تعمل قتال وحرب هنا لازم ببقى السيستم مختلف ده بعدين بقى نتكلم فيه ان شاء الله المهم فاركز معايا في الحتة دي يبقى انا مهمة كونواخد بالي من الرسائل علشان انتبه للحتة دي انتبه وكل ما اشتغلت جوه المفتاح كله جوه من اروع نعم ربنا انه مش سايب مفاتيحك في ايد بقى المسكين ولا كذا ولا كذا ولا كذا لان برضو في نقطة مهمة لو انت لو احنا قولنا مثلا الاستحقاق ده السلبي درجات خلاص فلما انا استحق حد بيعمل اربع خمس اشياء من السمات اللي هما بيقولوا عليها انرجسية دي فده استحقاق يعني قول سلبي شوية شوية لو بيعمل عشرة يبقى استحقاق يمطين بطين لو بيعمل عشرين يبقى مطين بطين ومتغلف بالوحل لو استحقاقي بقى شخص مصنف اكاديميا وعلميا وعلى يد متخصص نرجسي ان بي دي لا يبقى انت استحقاق يودي في ده انت ايه اللي خليك اصلا تصحيق ده كده لازم ترجع وتعيس حساباتك الف مرة انا ليه استحقت كده وده مبني على الهيستري والكارما اللي انت كنت تعيشها في حياتك فلازم اعرف ليه واشتغل جوه قبل ما تتعامل برة وصلت وخلي بالك انا هنا مش بقول لك غلط او صح تبعد او ما تبعدش انا بقول هاشتغل جوه الاول ولما هاشتغل جوه الاول وعرف الرسائل واشتغل عليها وتبقى رؤية كلها واضحة ساعتها هيبان بنسبة 80% هتلاقي الموضوع بيكمل وفيها 20% ممكن نبعد انت براحتك بس انا باعد وانا مزبط جوه وصلت اللي بعد كده التعلق الشديد ناس كتير قوي من اللي بيجذبوا لحياتهم هذه السلوكيات ان انا متعلق بشدة بيه وما اقدرش عيش من غيره او متعلق بالامان اللي انا عيشه في البيت ومتعلق بالاسرة وشايف اني هتدمر لان بعض الناس من دول الاسف ومعظمهم بيكونوا بنات يعني ربنا يحميهم يا رب ويفوقهم ويزكيهم عشان يستحقوا الافضل دايما انها ممكن تكون شايفة ان انا لو ما تجوزتش هبقى شكلي مثلا سيء او هبقى عار وعلتي عمالة تعمل كذا 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 فانعايز عيش اسرة وحس ان انا فعلا انثى بقى مكتابلة الانثى فمتعلقة جدا بالموضوع ده فمن الاول في سمات واشارات انا شايفة انها ما تنفعش ولكن عشان انا متعلقة بالحياة ومتعلقة برضى ابويا ولا متعلقة برضى امي ما كله تعلق انا كذا معلش انا اسف نسيت ربنا ومتعلق برضى بشر انت حر بقى او انت حرة الاشارات واضحة من بدري ان في حاجات غلط وفي ايزاء بيحصل طب مكمل ليه في اشارات صاريخة بتقول ما نكملش فالتعلق الشديد بالشكل وهذا نتفضح قدام الناس والتعلق بصورتي والتعلق بشكلي بيخلي ناس كتير يفضلوا عايشين في قلم وعايشين في معاناة بسبب التعلق فده رسالة بتقول اشتغل جوه التعلق الجزر بتاعه حكتين او نقدر نقول عملة ليها وشين واحد القيمة الذاتية متدمره وده متعلق بالثقة اتنين قيمة الغنى مش واخد قيمتي من ربي ولا عايشة الغنى ولا عايشة الغنى من الله فقط لغير فالحتة دي بتكون ضعيفة جدا النفس بتكون نقدر نسميها ضمرت في الحتة دي في الجزئية دي بازت فيها فببقى متعلق جدا بصورتي قدام الناس بالامان بالامان الاجتماعي كفلوس مثلا ومسكن ومأكل ومشرب والكلام ده بشكلي قدام بيت مش عايزة يكون مطلقة بشكلي قدام عيلتي بان كل ده بيبقى ميسج بتقول لي انت واقع في الحتة دي اشتغل جوه شايف حد بقول ايوه انا ايوه انا اشتغل جوه اشتغلي جوه كله بيكون بتزبط جوه وعلى فكرة وده متعلق حتى في البزنس لو انا النهاردة تحت تأثير حد يعني باخد منه السمات دي احنا انسى بقى التشخيص السمات دي بتجيلي من ناس في الشغل او من ناس في محيطي اذا انا متعلق بحاجة شوف انت متعلق بايه ومتمسك بقوي عشان بيدي لك قيمة وابدأ اشتغل على قيمتك الاول هيحصل نتيج ايجابية جدا وبعدها لما تبقى واخد القيمة وحر هتعرف تاخد القرار الصائب او القرار الصح انت قدرك كل شخص بحسب موقعه وبحسب مكانه من ضمن كمان الرسائل للسمات دي لما تيجي ان انت بتتحمل مسئوليات مش بتاعتك اشرب وقول لكم بسم الله لسه كده نقطتين ونخش على التأمل باقي نطلع لو انا عايز بقى اطور انا نفسي لو شايف ان السمات دي موجودة فيها ازاي انا حط خطة لاني اطور انا كمان واهرب من هذه السمات اللي اكتسبتها من الاسرة او من الايل او من الكلام يبقى قلنا رسالة كمان بتيجي في التعاملات دي ان انا بتحمل مسئوليات مش بتاعتي يعني ايه كلام ده عارفين لما قلت يمكن في فيديو انتشر لي الاسف والاسف هو بيتقص مقصوص حتى من محاضرة كاملة فانا شارح 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 واي الحتة كده فناس قصوها وبعض الناس فهموها غلط فدائما نعود نفسك لما جيلك فيديو مقصوص او فيديو متاخد من سياقه قبل ما تكون فكرة ابحث على اسم الموضوع كامل او اسم المحاضرة كامل وشوفها كلها على بعض عشان ما تجيلكش معلومة نقصة لان الموضوع بقى كتير دلوقتي وبقى الناس بتقص حتة هو فهمها يعني هو شاف المحاضرة كاملة فجيه على الحتة اللي فيها الخلاصة قصها عشان يفيد الناس هو مش مدرك لو مش دارس ان دي ممكن تعمل سايد ايفكت سلبي لما سمعش بقية الكلام فانت لو جالك حتة مقصوصة من حد او حتة مقصوصة من محاضرة او من كورسة او كده ابدأ اسأل الناس هترد عليك دي يا جماعة سمعها المحاضرة دي او اسمها كده وروح اسمعها كاملة ليه ما اقول الجملة دي ان في حتة مقصلي ومنتشر جامد قوي على سوشان ميديا وعلى تيك توك وكذا حد حططها يعني يقول لك ايه اوعى ركز كويس قوي في الحتة دي انت مش مسؤول عن حد ولا مسؤول انك تساعد حد خلاص انت لو انت تحملت مسؤولية انه هو ينجح انت بتدمر نفسك ففي ناس بيحطوا مسؤوليات مش بتاعتهم يعني ايه الكلام ده انا مسؤول ان انا لو حد مثلا انتو النهاردة هو بتسمعوني انا مسؤول اقدم لكم المعلومة انت بقى طبقت ما طبقتش مش مسؤوليتي مش هفدل اشوفك بقى وعايزك تنجح ويلا يا عم وشيل مسؤولية انك عاوزك تبقى كويس عشان لما انت تنجح بقى انا مرتاح لا كده يبقى انا شايل مسؤولية مش مسؤوليتي انا مش مسؤوليتي ان انت تنجح ولا مسؤوليتي ان ااخد بايدك خطوة خطوة عشان تنجح مش مسؤوليتي حليلك الامتحان ولكن مسئوليتي تبليغ توضيح تبيين شرح وانت حر وصلت لو انا النارده رقيت حد غلبان في الشارع انا ممكن اديله صدقة من صدقاتي بس خلي بالك انا مش مسئوليتي اديله هو ما انا ممكن اكون شايفه حد بيمتهن الحاجة دي واخدها بيزنس وشايف ان في حد تاني احق فهتديله وبرضو لما اكون بدي لحد فقير او حد مسكين انا مش مسئوليتي اخليه غني ولا مسئوليتي هساعد ويبقى سعيد لا هبريين له المعلومات وهديله الحاجة هو طبق ما طبقش هو حر عشان كده لازم نفهم كلمة المسئولية فلما يبقى فيه حد وده بيحصل حتى في الاسر الام شايلة مسئولية ابنها وعايزها يبقى كويس وشايلة مسئولية اختها وشايلة مسئولية ومتديقين ونفس يبقى كويس فيه ايه فتحمل المسئوليات دي ده ظلم نفس انا كده مش بعبد ربنا لان ربنا قال لنا بمنتهى البساطة ما عليك ليس عليك هداهم عارفين هدههم معناها ايه الهده لو خدناها بمعنى بسيط جدا الانتقال من نقطة لنقطة انا مش شغلتي اهدي انا شغلتي اقول له الهداية كده روح المعنى ده كده اطبقه هو طبقي بهو عليه نفسه ما طبقش هو حره يتحاسب سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام مش شغلته ياخد ابنه ويركبه السفينة انه ينجيه مش شغلته ده ابنه فلدة كبده او فلدة كبدة معايا ولكن لا يابنه اركب معنا لا خلاص شكرا سأول الجبل لا عاصمة امر اللقاء شكرا مسئولية ابلاغ مسئولية تبيين مسئولية توضيح مش عايز وحر وصلت اه ممكن انا كمشاعر يكون عندي حلم من الديق حلم قلم بس مهم اشتغل عليها بقى هنا بقى معنى الايمان الحقيقي كل ما ايمانك علي كل ما المشاعر السلبية قلت وكل ما ايمانك نزل كل ما المشاعر السلبية وانهيارك زاد لان احنا في امتحان دلوقتي انت متعلق اكتر بالابن ولا بالاله والحتة دي بقى احد انواع امتحانة في الارض وصلت فعشان كده اللي بيتحمل مسئوليات بيشد الحياته حد بقى يطربق الدنيا عليه اكتر واكتر وتلاقيه فجأة بقى شايل اعباء كتير ومش فاهم في ايه لان انت اصلا هتديكم الربط عشان هي نان لينير اللي بيحمل نفسه مسئوليات مش بتاعته بيضرب الحرية بقراته فانت اصلا ضرب حرية فهتجرب مزيد من ضرب الحرية فهجيلك حد متسلط ومتحكم ومضرب انت ضرب حرية اصلا عن نفسك وصلت ربنا يريدك حر وانت لأ طب انت حر بقى انت اللي عمل نفسك كده عارف ليه عشان انت اصير مشاعر اصلا مش قادر ارتاحل لما هو يبقى كويس ايه لحالة الاسر والزل اللي انت فيها دي فهمت قصدي وبالتالي دي نقطة مهمة رسالة قوية فانتبه ليها نقطة اللي بعد كده ودي حتة للأسف موجودة عند ناس كتير انك بتجذب سمات شخصية او تعاملات من هذا النوع لما يبقى جواك رغبة في الايذاء طبعا ناس كتير قوي لما بيسمعوا الكلمة دي لأول واحدة قالت لا لا بالعكس مش عايز ازي حد فلما عدتكلم معهم قولوا طب ثانية واحدة كده لو انت النهاردة شفت حد مثلا من الناس اللي على الانترنت بيعملوا كذا وبيعملوا حاجة غلط لو انت النهاردة وريتك مثلا فيديو لحد ماشي عمال يسرق وسرق واحدة وشايفها عمالة عيط وعملية المونسكل تلاقي نفسك فجأة عاوز حد يضربه ولا يخبطه فيه ايذاء هو ما انت رغبة في الايذاء بغض النظر عن السلوك رغبة الايذاء دايما الشيطان بيحط لها مبرر وانتبهوا بقى عشان دي حتة خطيرة قوي ودقيقة نفسيا اللي عندهم رغبة في الايذاء دايما يبقى عمالي يدعي على الظالم ويبقى الاسف ودي بقى تحطت عندنا وتقننت مع بعض الناس للأسف يعني الله يهديهم بل هم يعني قدموها باسم الدين وهي لا تمت لدين الله بصلة وكلنا إلا من رحم ربي اتعرضنا لها زمان وحي صغيرين حتى كانت في الجوامع اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم يتم نساءهم واش دي رغبة ايذاء تودي في ستين دقى بي اسم الدين الحالة دي والرغبة دي تجاه اي حد بتجذب زل اهانة سيطرة والأمة ما نهارتش من من حاجة يعني وخلاص بلاوي زرقة حصلت ودي أحد أهم الأذاب النفسية اللي سببت ضمار الأمة رغبة الغل والحقد باسم الدين واننا عشان يكون متدينة ولع في كل الأمم بقى وكلهم يخشوا جهنم وانا لابقى زي الفل الفكر الشيطاني ده اللي هو أنا ومن بعد الطفان اه أنا خلاص بقى عارفين حتى زمان لما قالوا نحن أبناء الله وأحباءه نفس الفكر ولكن مع اختلاف التفاصيل فالفكر ده إن أنا عمّا لأزي وربنا أنتقم من فلان ربنا كذا وعمّا الأدعي أقطع الآخرين أيا كان الاختلافات الرغبة في الإيثاء دي بتشد لحياتك شخص كده لأنه مش دورك كده ركز معايا مش دورك يعني لو أنت كنت متصل بربنا هو بالمناسبة المتصل بربنا بجد مش هيعرف يعمل كده هتلاقيه بيدعي اللهم ما هدي قومي فإنهم لا يعلمون هو ده مش الرسول ولا إيه ها؟ هو ده مش سيدنا محمد صلى الله عليه ولا أنت بتنقي ما ترد علي ده في حد كان بيتقتل يعني حد من الصحابة قتل عمار بن ياسر اللهم ما هدي قومي هو نفسه تأذى اللهم ما هدي قومي فإنهم لا يعلمون وصلت فلما جيد عي دعا بالهداية طب خد المفاجأة بقى ولو في حرب انتبه يا رب انصرنا وانصرنا على القوم الظالمين مش دمرهم وعملهم الله طب خد المفاجأة بقى مين اللي لما استخدم الدعاء على القوم الكافرين آه شفتوا مراحل الوعي لما ربنا بيدهلنا في القرآن بتتدرج المرحلة بتاعة نوح اللي بيدرس سايكولوجي كان لسه لقجوا فيها عالي المرحلة دي فكانوا بيسخروا ونسخروا منكم كما يسخروا مننا وعمية ده بيت تريق وده بيت تريق فربنا بيدينا إشارات ولما دخل في الإيمان دعا على الناس فلما دعا على القوم الكافرين أصابتوا الدعوة في ابنه وربنا بيعلمنا طب بتدعي ليه على فكرة إيه وحد يكذب عليه كله كل الرسل معصومين من الخطأ هم معصومين من الرسالة لكن ربنا بيعلمنا هم عملوا إيه عشان نتعلم منهم واللي بيتشنك سيبك منه كل رسول لو قارد قصة القصة بتاعته ربنا بيبين لنا أخطاء هو عملها ونتائج حصل عليها كجزاء وربنا علمه والوعي قاعد يتطور عشان كده احنا مأمورين بتطبيق ملة إبراهيم واتباعها وما بعد إبراهيم عيسى ومسى ومحمد وطبعا آخر رسول محمد وبالتالي مهم جدا وآخر النبي وبالتالي يركزوا معي في الحتة دي أنا دلوقتي مركز كويس قوي إن أنا بطبق مين وعايش إزاي عارفين منتبهوا كده طالما قلت بقى عيسى وموسى ومحمد سيدنا موسى بردو بلاش ادخل في التفاصيل دي عشان بس ايه من نخرج بلا الموضوع الخلاصة إن أنا كل ما كان عندي رغبة في الإيذاء شدة في التأثير جوايا نفسي حد عارفين لما أنا يبقى حد مثلا ظلمني بقولها دايما للناس كده وتأملوها بعمق للظالم دعوة اللي مظلوم قصد دعوة ليس بينه وبين الله فيها حجاب خلاص فالإيجو الشيطان بيخش أنت كده معاك دعوة على طبق من دهب يقوم مدمرلك الدعوة في إنه يخليك تدعي على اللي سبب لك الإيذاء أو سبب لك الظلم بدل ما تدعي لنفسك بالخير وباللي أنت عايزه فاللي عندهم رغبة في الإيذاء تلاقي بالفطرة كده عنده ومش بالفطرة بتشوه الفطرة باللاواعي عنده تلاقيه بيدعي على ربنا ينتئم روح إلهي كذا هو دايماً بيقزي دايماً عنده رغبة إيذاء فالرغبة دي لو هي عندك كتير طبيعي جداً يبقى استحققها إنك بتشد لحياتك أشخاص من هذه الدرجة طيب هنعمل دلوقتي تأمل استعدوا تأمل ده بهدوء عايزين نركز عليه كلنا مع بعض وإحنا متجمعين كده بسم الله وإن شاء الله 11 ألف شخص في اللايف يا رب متخيلين 11 ألف كلنا متجمعين على قلب رجل واحد كل واحد فينا في مكانه اللي ممكن يكون في البيت واللي في شغله واللي في سيارة اللي ممكن يكون عنده نهار أو عنده ليل باختلاف مكانه في الأرض ولكن كلنا متجمعين على قلب رجل واحد بنية صدقة هنعمل تأمل فيه بمشيئة الله نفع لينا وللمحيطين بينا بمشيئة الله النية أن أعيش أروع أنواع العلاقات في الحياة النية أن أكون من المصلحين النية أن يبين لي ربي ما خفي عني النية أن أستحق أن يعلمني ربي في حتة كده الموروث للأسف بيكهربوا منها لما حد يقولك ده ربنا ألهامني بكده مع أن ربنا في القرآن بيقول لنا واتقوا الله ويعلمكم الله ودي حتة بإعتبار العلاقات في الأرض أغمض العينين ممكن ما تشغل الموسيقى الآن شهيق بهدوء زفير كمان مرة شهيق زفير تخيل في البداية أكتر شخص أو ثلاث أشخاص في إيذاء وأشياء سيئة جات لك منهم تخيلهم أمامك واستشعر الآن أن أنت وهم وقفين لوحدكم في معية الله رب العالمين وقدامك خيار إما أن أنت تؤذيهم وتنتقم للإيذاء اللي حصل لك وتبقى أنت كده أخدت بأيديك ما تريد أو أنك في خيار تاني تسأل الله أنه هو ينتقم وأنه هو يسبب لهم ألم ومعاناة ومعاناة بمقدار اللي أنت عشته أو دقته وفي خيار أن أنت تكون من المتقين وتأخذ أنت أروع النتائج اللي بتحصل للمتقين اللي منها وده أقل حاجة يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وده أقل جزاء بيحصل للمتقين في جازاء التانية أروع من ضمنها التعلم والتزكية ومن ضمنها أشياء تانية كتير كده في خيارينه منصبين على الآخر إذاء إما أنت اللي تعمله وتقوم تنتقم بنفسك أو تدعي ربنا ينتقم منهم ويقذيهم أو تختار العفو وتعيش استحقاق جميل من استحقاق المتقين شوف نفسك دلوقتي بصدق بصدق بلا أي تجمل عايز تختار إيه في ناس ممكن يحسوا أنهم عاوزين يختار الإذاء أي أن كان بقى يبقى بإيده أو بسؤال ربنا وفي ناس هتقول لأ أنا عايزة العفو والمتقين بس هو من جوه لسه مش مرتاح هو بيقولها بس ما شعره بتعكسه حقك كلنا مرنا بحاجات زي كده ما تحطش على نفسك حجم أهم حاجة تبقى صادق قدام ربنا تبقى واعي الآن أن أنت وهم في معية الله مفيش حد غيركم أين كان أنت مين في دول قول بهدوء اللهم يا عفو ارزقني العفو والعافية اللهم يا عفو يا غفور ارويني بالعفو اللي يروي قلبي ويطهر قلبي ويجعلني من العافين عن الناس اللهم يا عفو يا غفور ارزقني عفوا تاما تاما يكفي كل من في الأرض وارزقني مغفرة تامة تكفي من في الأرض شوف طاقة العفو نزلة من السماء بترويك بتغسل قلبك بتنقيك لو حسيت انك عايز تبكي سيب المشاعر متمسكش نفسك خليك حقيقة حس ان الجروح اللي جوه عملا تلتقم بتاقة العفو وطاقة الغفران من الله العفو والغفور حسها نزلة من السماء بترويك وبتنقي قلبك وبترقيك عشان تخليك في صفات وفي سمات وفي درجات المتقين حس انك بترتوي أكتر وطاقة العفو بتزكيك قوي وبترزقك او بتزيدك غنى وبتزيدك رفعة وبتزيدك عزة وبتبين لك قد ايه ان فيه اتجاه تاني ممكن يروي الجروح مش يرويها دا يدويها دا يشفيها دا يبرئها هو الطريق اللي بكون فيه موصول بالله خالق الكون وده طريق اجمل مليون مرة من اي طريق تاني ممكن يكون الشيطان دهك علي بيه او اغواني بيه باني هتشافة لما انتقم او هتشافة لما اقزي بالعكس مفيش ايزاء بيشافي بالعكس هو بيدي متعة كاذبة الشفاء الوحيد من الله اله الكون والابراء الوحيد من الله اله الكون رب العالمين شهيق تاني وحس طاقة العفو بترويك اكتر واكتر وتاخد الغفران بتنظف اكتر واكتر وتروي اكتر واكتر ووجه كلامك لربنا بهدوء انت في حالة خشوع وسكينة وقول له يا رب انا اسف انا ما كنتش مدرك ان اللي انا كنت عايش ده كان استحقاق منك عن طريقهم او عن طريقه اللي انا كنت عايش وكان منك يا رب كان لازم افوق من بدري من اول ما بدأ يجيلي ولكني واكتر 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 ودلوقت يا رب آن الاوان في المصيبة اللي انا فيها لان اصبت باشياء كتير منهم فهي مصيبة اشياء اصابتني منهم اذا هي مصيبة وانت قلت في كتابك يا رب وانا اؤمن بكتابك ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم فيا رب انا مقر ان انا اللي مسؤول وانا مقر حتى لو معرفتش انا عملت ايه انا مؤمن بكتابك حتى لو لسه ما استحقتش اني اعلم وما استحقتش العلم اللي بيه اعرف ايه اللي انا عملته انا هاخد اول درجات استحقاقي باني اؤمن بكتابك لاني حاولت كتير وتقلمت كتير وحاولت كذا مرة ومعرفتش اتصرف لاني ما كنتش واخد بالي ان الايات دي ما كاتش حضرة ووضحة بايمان جوايا بعمق يا رب انا والحداشر الف ومئة شخص كلنا دلوقتي في قلب رجل واحد رجعين لك بصدق يا رب بكل فعل ايجابي حد عمله فينا كلنا يا رب مع بعض بطاقة جماعة متجمعين مع بعض بصدق وممكن نكون الوحيدين في العالم كله اللي بيعمل كده دلوقتي فيا رب اكتبنا من السابقين السابقين اللي بنؤمن بما قلت في كتابك عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم اللهم اكتبنا من المؤمنين بهذه الآيات وارزقنا العلم اللي يعرفنا إحنا عملنا إيه يا رب كلنا على قلب رجل واحد بنقر ونعترف بما علمت به ذنون الذهب مغاضبا فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أشهدك يا رب قدام كل اللي معنا النهاردة إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين حتى لو مش عارف ظلمت إزاي بس طالما جالي أشياء وعايز أخرج منها لازم أقر أمامك يا رب إني كنت من الظالمين ظالمين لنفسي ظالمين لغيري ارزقني العلم والبيان اللي عرفني وعشان استحق العلم هاخد بسبب من أسباب المتقين بإني النهاردة هعفو هعفو عنهم لأن هم سبب في إني أهتم إني أحضر اللايف ده وأسمع المعلومات دي هعفو عنهم لأن هم سبب إني أدوء المشاعر دي معاك يا رب وأبدأ أدور وأبحث ليه بيحصل لي كده هعفو عنهم لأن هم سبب عرفني إن في حاجة غلط أنا بعملها وآن الأوان إني أدور في استحقاقي وأعرف تتعامل ليه وأنا ليس تحقيت كده هعفو عنهم لأن الجزاء الإيجابي اللي هيحصل لي الفترة الجاية لما ركز في نفسي يا رب وكون واعي وأكتفي بك يا رب نصيرا وأكتفي بك يا رب هاديا وأكتفي بك يا رب حفيظا الجزاء اللي هيحصل لي في حياتي هيبقوا هم طرف فيه سواء أنا شئت أم أبيت لأن اللي حصل منهم خلاني أعمل كده وخلاني أكتشف الطريق وخلاني أنوي بصد أني أقرب أكتر وأعرف أكتر عشان أتعامل صح واستحق الأرب منك يا رب واستحق جزاء هذا الأرب من نعيم وراحة وسعادة شهيق هدوء زفير استشعر أنك بتعفو عنهم بكل كيانك برقي بعزة برفعة واستشعر أن أنت الآن أمام كل الحاضرين قوي بالله مش مهم صورتك قدامهم لأن الشيطان بييجي كتير للناس هتبقى ضعيف هتسامح هتبقى كده قدام أهلك ولا قدام عيلتك أنا المهم ربنا شايفني إيه مش مهم الناس المهم الرفقة الصالحة اللي معايا دلوقتي السابقين بهذا الفعل الجميل وهذا التأمل الراقي نكون كلنا مع بعض شايفين نفسنا مع بعض مجتمعين على الخير ولأننا مجتمعين على الخير فمن المؤكد أن مئات الآلاف من الملائكة تحفنا الآن استشعرها وحس قد إيه مئات الآلاف من الملائكة هتبقى بتحيط بينا بهذا الخير الجميل اللي احنا بنعمله وشوف نفسك الآن قدام ربنا قدام الملائكة قدام الصالحين دي الصورة الحقيقية دي الصورة اللي عايزة بقى عليها دوما من المتقين رب رزقني التقوى وكل ما يسر وكل عمل إليها ويسر لي كل عمل إليها وكل ما قرب إليها من قول أو عمل رب يسر لي التقوى وكل ما قرب إليها من قول أو عمل شوف نفسك الفترة اللي جاية بتيسر بهدوء لكل ما يجعلك من المتقين شهيق وستشعر هذه الطاقة الجميلة طاقة أن أنت بتاخد بأسباب المتقين وبتستحق أن العلم يأتيك الفترة الجاية من كل الاتجاهات وبكل الأسباب علم يرأيك وعلم يزودك وعلم تستحق به تحصل على ما تريد إما بوفرة مال فتشترك في كتب ومحاضرات أو في وفرة علم يظهر أمامك على السوشيال ميديا أو بخبرة أو بإلهامات كل أنواع العلم شهيق زفير استشعر الآن المشاعر الجميلة وإنت حاسس نفسك واقف برقي ثارد جسمك فخور أمام ربك إنك تنوي أن تكون من المتقين وإنك تتغلب على مشاعر الغل أو الحقد أو الضغينة أو الألم وتقدر تتغلب على الشيطان بالأفكار اللي كان بينسجها جواك وشوف الأشخاص دي وإنت بتتعامل معهم الفترة الجاية يا رب سأبدأ الآن بالإنفاق سأبدأ الآن بالتوكل عليك سأنفق عليهم احترام سأنفق عليهم تكريم لأنك يا رب كرمت بني آدم سأنفق عليهم سأنفق عليهم رقي سأنفق عليهم أخلاق سأنفق عليهم صلاح ونفع بنية صادقة وأنا واعي يا رب إن كل ما أنفقت شيء ستخلفه بشر وخالق البشر كريم فأنا هكون كريم شهيق شهيق زفير شوف نفسك الفترة الجاية عمل تنفق عليهم عمل تنفق عليهم أشياء خيرة وبتبتسم لو حصل منهم سلوكيات سلبية لأن دا بيأكد لك إنك بتقول لربنا مش فارق معايا هم هيعملوا إيه المهم أنت هتجيب لي الجزاء إزاي يا رب اللي أنا هعمله دا عدد قليل جدا في الأرض هو اللي يقدر يعمله وأنا قررت أكون منهم الأكثرية هتستغرب لكن أنا قررت أعمل دا وأكون من السابقين السابقين المقربين أكون من عبادك القليل إلا حتى لو حصل على مدى الأسبوعين ثلاثة أو الشهرين ثلاثة اللي جايين سلوكيات سلبية منهم سأبتسد لأن أنا هاخد جزائي من ربي مش منهم وده هيخليني أتأكد وأتدرب إن أنا بعمل كده لله مش ليا ده هيخليني أتأكد وأتدرب إن أنا بعمل كده لله مش ليا مع تفاؤلي وثقتي وإيماني إني هكون عايش جنة وسعادة ورزق نظير اللي أنا بعمله بصد لأني مش مستني ومش محتسب لأن من سمات المتقين إن ربنا بيرزقهم من حيث لا يحتسب تأمل كده وشوف خيالك وأنت بتبص علينا كلنا شايفين بعض كلنا 11 ألف ومئة شخص على مستوى العالم بنبص لبعض وبنبتسم وبنقول يا ترى هتجيلنا إزاي يا ترى الجزاء هيجيلنا إزاي مهما احتسبنا هيجي من حتة لا نحتسبها فإحنا كلنا شغف وكلنا حالة من الامتنان والترقب الإيجابي الجميل للنتائج الرائعة من رب العالمين وإحنا عارفين إن حتى لو ظهرت نتائج سلبية الفترة القصيرة القادمة مش هقلأ ومش هخلي الشيطاني وقفني لأني مستمر لأني بعمل كده لله مش ليا وفي العمق هو ليا برضو بس ليا عن طريق ربي مش عن طريق فلان أو عن طريق أعلان لأن أي أمر ربي أمرني بيه هو لنفسي والمصلحتي واللي أعلى أنواع الخير استشعر مشاعر جميلة وأنت في هذه الحالة الراقية اللي ممكن حد تاني يكون شايفها بعيد أو شايفها صعبة ولكنك ناوي تعملها لأنك ما بتعملش السهل ولأنك ما بتعملش البسيط ولأنك بتقرر تعمل الحاجات بقرب وبتوكل حق على الله الحق وإن تواعي إن ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون فأنا من النهاردة همسك تراكي الإحسان وهبدأ أسأل الطرف الآخر بصدق إيه الإحسان اللي أنت تحبه؟ إيه الإحسان اللي أنت تحبه في علاقتنا؟ الإحسان المتعلق بيه مش متعلق بيك أشرحها بعد من خلص التمرين ابدأ أعمل إحسان أكتر وإن تواعي إن جزاء الإحسان بيجي من الله وإن تواعي إن الجزاء لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ولا أحس إن أنا مخنوق ولا متدايق ولا مزلول ولا محبوس ولا مكتوم إيه الاستحقاق الرائع ده؟ وأولئك أصحاب الجنة هنا أبلهناك هم فيها خالدون شهيق سفير ولها بهدوء اللهم بيّن لي اللهم رزقني البيان اللهم رزقني العلم اللهم نور بصيرتي يا أرحم الراحمين شوف نفسك في المستقبل معلومات كتير بتجيلك استحقيت وعي أكتر وعلم أكتر وبيان أكتر وبقيت مستمتع في كل علاقاتك بصورة رائعة وحس بحالة من الشكر لله رب العالمين وقول يا ربي لك الشكر يا ربي لك الشكر يا ربي لك الشكر شوف نفسك عايش سعيد مستمتع وبتشكر ربنا على الحالة دي وانت واعي لإن شكرتم لأزيد أنكم تخيل بقى لما تشكر ربنا على خيال وعلى مشاعر لما هتزيد هيحصل إيه في الواقع ابتسم وفتح هانك الحمد لله السلامة الله عليكم الله تخيل كده كم واحد في الأرض ممكن يكون بيعمل حاجة زي كده حاجة مهمة عايزة أشرحها في التمرين ده من الإحسان إن أنا أسأل الشخص اللي قدامي إيه اللي لو حصل مني أو اللي لو أنا عملته يبقى هو مبسوط وسعيد كل الكلمات وكل اللي هيقوله ملاكش دعوة بي يعني ما يخصكش هو خاص بي هو يعني الكلام ده أو خلني أقول القاعدة الأول كل اللي هيقوله أنت ملاكش دعوة بي حتى لو أنت شايفه مش صح أو شايفه دي أو دي أو دي إلا لو تكلم عنك أنك تعملي أو توقف أو تبدأ بيتكلم عنك أنت ما تعملش كذا ما تروحش حيات رفوانية وقف شغل مثلا ما تعملش كذا دي مش بتاعته هنا مش شغلك ومش لازم تعملها اللي قصده أن أنا أعملك إيه أضيف لك إيه أتعامل معاك إزاي تعاملات ما لغاش علاقة بحياتي ما لغاش علاقة بأخطائي أو زنوبي مثلا اللي بعملها أو كلام ده دي حاجة بيني وبين ربي مفيش مخلوق تاني لسلطة علي فيها وصلت وبالتالي اللي يطلبه أو اللي أنت تطلبه حدده بزكاء كده قوله أنا عايز حاجة تلقى بتاعتك أنت مش بتاعتي أنا يعني مثلا قولي مثلا بحب أكلة معينة بحب تاخدني في حضنك بحب تلك كلمني باحترام تقولي حضرتك مثلا تقولي كذا 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 خلاص حاجة خاصة بيه هو أوكي لكن الحاجة خاصة بيه أنا دي بتاعتنا وربنا معايا فدايما الإحسان عشان في ناس للأسف عندهم الحتة دي مش واضحة ومش زهرة عندهم بقوة ومش واخدين بالهم من الحدود وصلت فانتبه للحتة دي علشان تبدأ تلاقي نتائج إيجابية جميلة وتبدأ تبقى حس الحرية لأن بعض الناس يقولك إيه عشان بقى مبسوط وقف تعمل كذا فتحسنك مخنوق لا مش بتاعتك خالص مالوش دعو بيك خالص متفقين؟ طيب اللي بعض الناس سألوا أسئلة هبدأ أشوف منها دلوقتي أسئلة ولكن هضيف أو هقول سؤال مهم كذا حد سأله وكذا حد لما شاف الحلقة اكتشف إن إحنا عندنا كلنا إلا قليل سمات كتير من سمات اللي بيقولوا عليها نرجسيا من ضمنها أنا ما بحبش حد يتكلم علي بحب رأيه يمشي ما بحبش ما بحبش اعتراف بالخطأ إلا قليل طبعا يعني ما بحب لما أقول حد كلمة حد يسمعها ما بحبش الانتقاد بحب نفسي هي على حسب بقى زادت أو قلت والكلام ده ولكن أي انكات السمات مش عايزك تركز عليها خلص أنا هركز لوقتي على سبع صفات حط خطة النهاردة إنك تبدأ تسعى لاكتسابهم في حاجة هتطلع كده ها يلا ها راحت ما راحت طيب مهم شكل التمرين كان قوي ففي في عندي حاجات ما اتخى ما تلعب جواد طيب بسم الله خليني أشرب ونكمل لحتة دي يبقى اللي شاف نفسه عنده السمات دي أو بدأ تزيد عنده أو بدأ بعض مثلا الأمهات تقول لي أنا لقيت نفسي بقى من كان مع أولادي فأنا سمات رجسية عندي في أولادي وبدأت عليهم بكرههم عويلهم كذا 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 وبيتنقشوا معايا بطريقة لما يتنقشوا معايا بيقول لهم لأ وبفرض حاجات عليهم كده فأيا كان بقى ركز معايا في السبعة سفضل واكتهد وكتبهم في ورقة وحط خطة إنك تكتسبهم الفترة الجاية وتبدأ تعمل حاجات تكسب عندك هذه الصفة واحد أنا ثم الآخر إحنا اللي اتنين هنطلع مستفيدين ولكن أنا الأول ثم الآخر دي نقطة مهمة قوي وده تنفيذ حق لكلام الله خلاص كده وهنا بقى اللي بييجي معنا الإثار الحقيقي ليه أنا ثم الآخر ليها محورين محور دنيوي ومحور أو محور أرضي ومحور سماوي خلاص اللي عنده إثار بيبقى مستمتع وعنده حالة من الرقي والجمال ويقول لا خلاص أنا دي مش هاخدها أنا هدهاله وأنا جوايا طاقة رفعة وطاقة جمال وطاقة حب وطاقة عطاء برقي وحاسس الرفعة وخدت يعني خدت جزاء جميل من ربي دلوقتي وأكيد جزاء جميل في الآخر بمشيئة الله ده الإثار الحقيقي عشان كده إذا لقيت نفسك بتقول أنا أؤثر ولكنك جاي على نفسك ومتدايق ويعني ما كنتش عايز تعملها بس عشان تبقى مؤثر عملتها ده مش إثار ده كده أنت وقعت في إنك بقى عملت يجي على نفسك وعملت ضحي وعملت فدي والكلام اللي هو التطرف التاني من الكبر ومن العنجهية والفرعانة يعني معيز يا فرعانة ربكم الأعلى معايا ما دي فرعانة ودي صفة على فكرة فالناحية التانية بتاعتها هما عملين عملتين لخلل واحد خلل في منظومة الأنوية حلوة الأنوية دي يعني الأنى الحقيقي مش واضح فانت واقع في يا أنا الفرعان يا أنا المسكين الضعيف والاتنين بايزين المهم فأنا ثم الآخر يعني عملها أدي أمثلة بسيطة جدا حد طلب مني حاجة وأنا عندي حاجات عايزة أعملها فأو مثلا تعبان ومرهق طيب خلاص أنا هنام أو هرتاح وبعدين أعملها طيب هخلص الوراي الأول وبعدين أعملها يبقى أنا ثم الآخر خليبانك بقى مش هينفع عملها فأنا ما هضغط نفسي لو هعملها فانتبه كده مش هعملها بس أقوله كلام إيجابي أو أسعده يروح لحد يعملها أو أوجهه يعمل إيه فأنا عملت إضافة بس مش من عندي لأن أنا مش قادر عليها أو صعب علي أو هترهقني أو لو ماديا ما عنديش المبلغ ده أي أن كان بقى أنت أطرب حسب الحالة المهم أنك عملت وين تانية بس مش عن طريقك إشارة لينك مكالمة لحد طيب شوف فلان فكرة أو حد المهم أنك عملت الوين التانية أنت عاوز تفيده بس من غير ما تضغط على نفسك أو تضر نفسك يبقى ده رقم واحد ودي حتة ناس كتير ما بيعرفوش يعملوها وفي كورسو الثقة من الكلمين عنها بالتفصيل للي عاوز يعيشها بجد لأن الوافق الحقيقي بيعرف يعمل كده طول الوقت وبصورة قوية رقم اتنين ودي حتة مش أي حد بيعرف يعملها للأسف كل البشر مكرمين غصب عني من الإله فهدرب نفسي على أني أدخل على الانترنت ودور على أكتر حد بيعمل إجرام أو كلام سيء وبص عليه كده الفعل سيء الفعل قتل الفعل إيذاء ولكنه مكرم من رب العالمين أنا هبص عليه بنظرة فيها تكريم ده لا يمنع أنه أخطأ ده لا يمنع أنه عمل شيء شيء سيء الحتة اللي الشيطان بيعملها تخليك تحقر دي ده ضرب التكريم والحتة دي بتاخد منها جزاء سيء من ربنا فانتبه ده بيدرب التكريم عندك وصلت ومن أرقى القصص اللي افترخنا الجميل أو موروثنا الجميل بقى اللي بتتكلم عن حتة زي كده أو زي كده لم يتسنى ليه التحقق ومش عارف أتحقق بس هي القصة جميلة فعشان كده بحب أقولها يعني سعب تقال على شخص أو شخص تاني مش مش مهم الشخص بس الآن لأنه هدف القصة إن في أحد الحروب أو أثناء القتال شوف قتال أثناء القتال بالسيف فأحد الصحابة بيقاتل له قدامه فضرب السيف فالسيف طار فوقع الشخص على الأرض فبسق في وجه هذا الصحابي فانتبه بمنتهى الرقي ما كان ممكن يعطك كده هتبقى إيه وصلت هيبقى كده قتل بحق ولا انتقام للذات ولا يا ابن كذا كذا وبتحقير لا إحنا في عندنا هدف وفي عندنا حاجة وانت بتمنعني فأنا مضطر فبقاتل مش أي حد يفهم الحد دي على فكرة والقتال مش عشان انت إنسان سيء وعايز انتقام لا أنا عايز أعمل هدف تاني فأنا مضطر للقتال عشان كده خلي بالكو اللي متصل بقى الله بجد بيبقى القتال شيء يكرهه ما بيحبوش اللي عايز يقاتل ويلا ده وبيحب المشاكل ده ده يتبع الشيطان انتبع عشان دي حتة خطيرة نفسيا ربنا بيقول للناس الصالحين في القرآن كتب عليكم القتال وهو كرهن لكم انت راقي فانت عارف انك مش بتحبه فربنا بيقول انه كتب لانك هيحصل لك كده هو للأسف من ضمن بلاش للأسف هو من الحق ان الطريق اللي فيه الحق وفيه صح فيه أعداء كتير هو ربنا قال لنا كده وأول نموذج احنا بناخده أسوة حسنة زي الرسل اللي ربنا قال لنا هتلاقي ممكن عداوة جتلك من جتله من أب ولا من عم ولا من حد قريب ولا ولا ده الطريق طبيعي فانت لازم تبقى عارف ان هيحصل قتال وانت لانك شخص بتحب السلام وبتحب الرقي ما بتحبش تعامل هذا القتال ولكن هو كتب هو ده الطبيعي سنة الكون كده وعاسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم فانت هتعمله ومش انت ده اللي انت بتحبه بس انت عارف ان ده الخير فانت بتتعامل مع القدامك برقي وبرفع ولكن انت مضطر لانك لازم تعمل دفاع ولازم تعمل قتال في موقف زي كده وصلت فانت مهمة اوعي للصورة كاملة بوعي مش بحالة البلطجة ولا الكلام السيء اللي مغلف بشعار ديني فكل ما كنت راقي في ان انا اتأمل بقى مع الاختلافات مع اي اشخاص اختلاف في الدين اختلاف في في السياسة اختلاف ايا كان انك الشخص مكرم لانه صنعة الاله انت فاهم ان هو حتى لو بينك حرب بينك وبينه حرب حتى لو هو من افجر واكفر خلق الله لو ربنا يا راك ده مش من حقك حتى تهينه ولا ان انت تشوه تتمثل بجسطه ولا تعمل كذا ولا انك تزله حتى لو قسرته ولا انك تتعامل معاه سيء لا ده حتى الاسرة اللي في الحروب ربنا قال لنا طب سمعهم القرآن طب خليه تعلم طب اعمل كذا تعامل معاه بتاكريم الحرب بقى حرب بس انت ولو جريح تساعده وتعالجه لانه مكرم الفعل والسلوك شيء والبشر اللي صنعه الله بيديه شيء تاني ده امتحان مش اي حد يدركه ده امتحان مش اي حد يفهمه وصلت وبالتالي كل ما كنت واعد الحتة دي كل ما رفعت استحقاقت جدا وكل ما السلوكيات السيئة اللي احنا اتحشينا بيها واحنا صغيرين تلاشت وبدأت تختفي خلي بقى لك بقى حتة كده علماشي يعني لازم لازم اخبط معلش بقى المكرم ما بياخدش تكريمه من حد يعني ايه الكلام ده يعني لو انت فعلا بتكرم الناس وعايش التكريم مش هتلاقي نفسك تنرفزتي وتجننت لو جي حد قالك انت قول لي حضراتك يا عمه انت هتحضر تكريمك منه مفضل لي حضراتك حضراتك يا عمه يعني هاذكر دي الاسف خطأ شائع ما بين بعض الاباء والامهات ان هم يبدأوا يعني عشان اخد الاحترام اخد تخدير اكبر اولادي او اكبر اللي بتعانوا معايا يقول حضرتك فيه ايه يعني حتى ساعات بقول لهم وبعدين بقى الطريقة دي بتخلي الولاد يبدأوا حسين فيه وبعدين ممكن يكون موضوع مهم جدا 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 وبنتكلم في معضلة كبيرة وبعدين في وسط الكلام انت أو انت يتساب الكلام انا اسمها انت اسمها انا اسمها حضرتك والكلام يتساب فبقى الشيطان للأسف لاعب في الاجل لداخل الاشخاص ان انا عايز اخد التكريم من طريقتك في الكلام معايا ودي حتة خطيرة واقع فيها ناس ومعظمنا ترب عليها عشان كده دايما انسعاب بقول كده وليه جماعة يعني اله الكون واحنا بننكلم وما قلناش قول حضرتك اللهم انت الصاحب وفي السفر انت ربي لا اله الا انت فيه ايه يا جماعة المكرم بجد مكرم انا نكتل عبارات وبالتالي ايه اللي قدامي بيتكلم خلاص وعي وكده هبتسم وكمل المكرم مكرم وصلت فدايما كده لما تعيش التكريم وتدي الاخرين تكريم هتفوت الكلام ده بقى يعني ساعة مثلا حدي يتكلم معاك لا ايه ايه مشكلة ما يتكلم برحت وطبيعة الفطرة طفل صغير بقى ولا حد بيتكلم وحد كزا ساعتين ايه حد يتكلم يا ايه يا استاذ معاش انا عزف الدكتور يا عم في ايه قول لي الوقت احمد مش فارق معها احنا كده مكرمين خلينا بصات احمدي كده والله ساعة في الجلسات يوه في جلسات معينة كده باهم ايه اللي بيدخل عندي بص بقى حبيبي الجلسة دي يعني في جلسات بقى خوية جدا في التأثير يعني فلازم لازم نكسر فيها كل الايجو ونعيش حقيقتنا فعشان يتكسر جامد بعمل معهم صدمة يلا اقولوكم سر بقى اقولوهم بصوا بقى البرستيش كله هنسيبوا على الباب بس عاب يجيلي ناس مناصب وصاحب سموه وكذا ولا كذا فاوكي انت محترم والله وانا بعزك وبحترمك وانت والله العظيم محترم وراقي بس في الجلسة مش هينفع نتشنج مع بعض انا اسف مش هينفع نتكلم بتكبيشة كده عايزين نتعامل بقى ريحية عشان نعرف نفضي كل المستخبي جوه ده فهم قالوا ايه ليه بقى والله بكل الحب وبكل الاحترام البرستيش هنسيبه برا وهنخليه كده برا برا الغرفة غير ما خلص الجلسة وهنا الطفل احمد بيتعامل مع الطفل فلان اتنين عيل صغيرة مع بعض هتوافق هعملك الجلسة مش هتوافق مع الاحترام حضرتك سعدتك سموك شكرا جزيلا يوم داحك وخلاص خلاص خدنا الموضوع برقية خدنا الموضوع بحب عشان نبدأ نشتغل جوه في النفس بجد ونكسر كل اللي جوه ده اه حلو ان انا اتعامل مع حد بحسب لازي كان مدير ولا ازي كان حد في سلطة اتعامل معه بما يتناسب مع البوزيشن بتاعه في العلاقات اللي محتاجة كده لكن في جلسة محتاجين نخش بقى لا انا عايز اتعامل مع النفس الحقيقية مع اسمك الحقيقي يتقل كده وصلت فكل ما عاشت كده وبقيت دايق التكريم بجد مش محتاجت تفضل ماسك في التفاصيل دي هتحس حالة من الرفعة وحالة من الرقي اروع ما يكون لما يكون بتنفقه على الاخرين هتبقى هنا حاسسها بصد واحساس مش هيدوقه الا اللي طبق بجد نقطة اللي بعد كده ان انا اعيش الحق واقول الحق ولو على نفسي عارفين الاية اللي بتقول يا ايها الذين اامنوا كونوا قوامين لله شهداء بالحق ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين فمهم جدا ان لو حصل خطأ اقول اه صح انا هنا كنت مخطئ اه انا هنا كنت كذا لان في بعض الناس ترابوا ان انا ما ينفعش اقول كده عشان شكلي عشان الراجل ما ينفعش كذا هي التربية اللي غلط الحق حق الصح صح واللي بيعمل كده بصدق هو ده اللي بيجني في مارس تحقاقه الايجابي مع ربنا وعلى فكرة وحتى لو كل من اللي قدامي قال لي ايوه وانت شفت انت اللي غلطان وهو اللي بيطلع لي غلطان كل مر وانا دلوقتي شايف ان الحق انا اللي غلطان هقول انا اللي غلطان مش هقول بقى لا انا مش كل مرة بقى وعشان ما يسوقش فيها ها انا معياري مين معياري اللي خلقني الله رب العالمين ولا معياري بقى الايجو والكبر والكلام ده واصل وعشان واصل لو قلت هيقول بصوا فيه تريك كده بيدخل منه الشيطان لو انت عملت كده هيعمل كده ولو انت قلت كذا هيقول كذا عارف بيضرب لك الدنيا عشان يشويلك المعنى الايجابي توقف فعل الايجابي معينك لو عملته هتبقى عند ربنا كذا لا هو اقوم لك هتبقى عنده كذا هو انت مهم تبقى عند مين المهم صورتك الحقيقية ايه عند ربنا ولا عند الشخص وصلت وبالتالي هقول الحق ركز معاي كده ولو على نفسي او الاقربين بحق بصدق في المواقف اللي تحتاج ما مش معنا كده انا بقى هبل بقى لو بعمل مشكلة ولا بعمل زنب وربنا سترني اطلع افضح نفسي لا ولكن في المواقف اللي تحتاج بجد في علاقة حصلة في كذا في كذا في كذا وصلت فمهم اكون مركز في دي كل اللي بيبدأ ناوي بصدق في الحتة دي هتلاقي كل السلوكيات السيئة اللي وحدها بتتلاشى احنا نادي مركزين في الايجابي عارفين بنقولها دايما احنا الان المنظور المنهج اللي انا بحبه منهج نحوة بقى مش بعيدا عنه اللي مركز في بعيدا عنه بيقعد يشخص ويقعد يقول سمات وتفاصيل سيئة وسلوكيات سلبية والكلام دا دا اللي بيشخص دا منهج بعيدا عنه انا عاش هنبعد عنه منهج نحوة ركز معاي كده انا ممكن اقولك الفقر واكلمك في سمات الفقراء وصفات الفقراء وطلعين عين امو اللي خلفوا ابو اللي جابوهم ازاي وبيعيشوا ازاي وعايشك في الدراما مع موسيقى حزينة وبيحصلوهم ايه مع الديون ولما اي حد تصل بيه ومش هايف يرد عليه وعمل يتهرب ووديك سمات 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 استفدت انت ايه ان شاء الله استفدت ايه وكل ما حد دا الفقر دا اكتر وعاش فيه اكتر كل ما هيعدد لك سمات كده ها انا استفدت حاجة كده واللي بيسمع استفدت حاجة عارف السمات وبدأ يتقلم على حاله اكتر ويتوجع اكتر وبقى عايز يخلص منها بس حشتها في دماغه فهينجرف ليها وهيقع فيها اكتر لكن لما عادت اتكلم معاها على الغنى وصفات الاغنياء ولما بتعمل كذا 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 تبدأ تتدرج ولو خدت خطوات كذا كذا وقعدت تشرح بقى ادوات لما تعملها وسلوكيات لما تعملها تدخل تراك الاغنياء غنى النفسة اولا ثم الغنى المادي وتبدأ تاخدها وانت بتشرح اصلا انت بتسمت وارتحت شايف الفرق بين التقطين فانا بحب المنهج ده ده منهجي منهج نحو فكل ما تركز على السمات دي من اروع نعم ربنا انه ممكن سمى ايجابية تنسف 7 8 9 سمات سلبية يبقى انا ممكن اعدت سمات سلبية للشخص النرجسي خمسين والله العظيم خمس صفات ايجابية لو اكتسبتهم يتنسفوا الخمسين بس اركز في الاجابية بس اركز في الحاجات دي بس وشوف اللي هيحصل يعني تخيل كده الصفة اللي هاتيه بعد شوية ان انا اعيش بالحب والعفو ان انا ابقى بحب اللي قدامي عايز له الخير في حالة كده من الرقي والحب مش الحب العاطفي بقى اللي قلبي بدقه طاك 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 يا حبيبي ومعرفش مين لأ الحب المطلق حب بجد ان انا الحب يا جماعة فعل يعني فعل احب يحب حب ده فعل انسوا الكلام اللي بيتقال عنه في الروايات بقى والقصص والاغاني والكلام ده وانا بيتكلموا عن مشاعر يعني اصلا انا ما شفتش حد بيتكلم في المجال الفني عن الحب وبيوصف الحب هم مش عارفين اصلا هو تعلق ولا اشتياء ولا شهوة جنسية تسعين في المية من اللي بيتقدم عن الحب في الاعلام شهوة جنسية عشان كده يقولك الحب بيروح بعد الجواز لا يا حبيبي الشهوة الجنسية بتطفي بعد ما انتشبع خلاص شكرا فقولك الحب روح لا انت كنت داخل شهوة شكلها وسطها جسمها جسمه شكله سماته داخلين شهوة فاكرينه حب شبعته الطافة خلاص فالكلام كبير نتكلم عنه بعدين فانا بقولك هو تسعين في المية مما يقدم في الاعلام باسم الحب هي شهوة شهوة جنس مش حب خلاص اشتياء اشتهاء اقصد خلاص كده وبيسموه حب وده بيتطفي الشهوة بتطفي انت قال اقول النهاردة جبت لك اجمل واحدة في الكون واقعدتك معها اسبوعين تقال هتشبع خلاص شكرا خلاص يبدأ يطلع بعد حاجات الدانية بق معايا المهم فاااا عشان كبير سموه شهر لعسل مش هي عسل 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 زهيت اطفى وسموه شهر بيعد كبقى ووصل بالنسبة له معلين المهم الجواز الحقيقة والحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي الحب الحقيقي بيبدأ متدرج مايبقاش عسل في الاول وبنتعرف على بعض ولاخبطة وكسوف وشوية مشاكل بنتعرف فيها على بعض ومعرفها ويقعد يعلى 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 لما نبدأ نفهم بعض اكتر نفهم سلوكيات بعض اكتر نبدأ نرتقي اكتر فده الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي وبيرتقي وتلاقيهم كده بسم الله وان شاء الله عمين يكبروا في السن مالوش علاقة بالشكل ودعوه علاقة بالجسم ولا كل التفاصيل للأسف المادية دي الحب بجد ممكن تلاقيهم اللي تنن كرمشين والسن بيصرخ في وشهم كلهم وتبص في عناهم تدوق حب وتشوف حب عمرك في حياتك ما تتخيله حب بجد عندهم تسعين سنة وتلاقي طاقة حب رهيبة بينهم أنا يعني جدي الله يرحمه يعني أنا بحب حب لا تتخيله ومن اكتر الناس اللي اثرو في حياتي لغاية اخر يوم في عمره فمن ضمن اجمل الحاجات اللي كانت اللي كنت بنعيشها معنا أنا جدي توفي عنده على مقازون 94 سنة أو 95 سنة يعني أنا يمكن هو توفي وأنا في الإمارات لأنه بعد ما قعدت في الإمارات بقى ما كنتش بقابله فقابلته قبل ما يموت وتوفي بسنة قبل ما يتوفى بسنة أو سنة أو شهرين كده فهو توفي عنده 95 سنة فمش فاكر بقى إمتى بزبط لما توفيت الله يرحمها جدتي كان هم الاتنين آية من الحب اللي ما شفتوش في أي حتة لدرجة أن مرة في عيد جوازهم جده اتفق معانا كده في الخباسة وكلنا جمعنا في البيت كانوا الاتنين كبار كانوا في التمانينات مثلا هو ما عرفش أصغر منه بكم سنة بصراحة سيدة عمري ما سألت أو معرفت جديتي عنده كم سنة سبحان الله أبقى أسأل بقى هتبين المهم فمن ضمن أجمل الحاجات اللي حصلت وكت قاعد يوميا بتأمل كده عارفين لما تقول ايه أنا عايز من ده أنا يا رب رزقني بحياة كده يا رب معايا جده دخل جمعنا كلنا العائلة كلها بسم الله ومشاء الله وجمعنا وعملنا حفلة كبيرة وبعدين فجأة جده دخل القوضة كان عملنا كده نظرة ساعتها مخزة وأمطالع جاي بالشابكة بتاعتها ودخلنا قاعدة كلها بقى نطبق عمدانهم نطبق عمدانهم فرح تان 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 عمدانهم فرح ونغني ايت مختار وقاعد يلبسها الشبكة وهيها مكسوفة بقى وحالتهم زي العسل ما شاء الله فكان مشهد من أجمل مشاهدة حياتي فعشان كده ده الحب الحقيقي الحب اللي بجد الحب اللي فيه النفوس من جوه بتطلاقة بيسموها الأرواح بس يعني النفوس النفوس بتطلاقة برقي كل واحد بحقيقته بيحب حقيقة الطرف الآخر مش الشكل الجسدي ولا الحاجة الفيك ده حاجة خالدة جميلة راقية بيعيش بها الإنسان بصحة وعفية وقوة وجمال بصورة كبيرة ده الحب اللي بجد معايا مش هكي بقيل دخلناها في السيكة دي بس معانيا المهم فكل ما عشت بحب مطلق حب مطلق معناها إيه؟ أنا بحب لك الخير وبحب الحيوان الخير القطة بحب لها الخير الفراشة اللي تيرى بحب لها الخير الدبانة اللي دخلة أنا بحب لها الخير ما هي دخلة تأكل اللي عنده وعي عالي بقى واللي خد كورس الطاقة هاي فهم الحيطة دي بالتفصيل إن أنا عارف إن دي دخلة هي بتدعوها لأكل مش هبقى دخل بغل وعايز أخنقها عشان إيه؟ أصلها ده يقيتني يا ما وقفت علي إيه؟ انت مخك فين؟ يعني تخيك يا دبانة وقفت عليك فأنت تنرفزت ومت موتها يا عم دي عيه ما هي بتدعوها لأكل طب خليك بس عندك وعي كده فقدرت تحاول تخرجها كان بها عرفت بوعي كده إن أنا بحب الخير لكل المخلوقات الطاقة دي لوحدها ساحرة طاقة تخليك حي يعني بتخلي طاقة الحياة عندك أعلى ما يكون فبتقلل جدا الشيخوخة وبالتالي بقى بيبقى النفع إذا كانت بتتعامل كده مع المخلوقات ومال بقية الناس بقى فطاقة الحب المطلق ده اللي هو عارف مش بتحب لأخيك ما تحب لنفسك لا ده بتحب لكل المخلوقات ما تحب لنفسك وكلنا بنحب نعيش وكلنا بنحب نستفيد وصلت والله العظيم ما أجمل أقول لكم على حتة كده يعني حصلت معايا قريب وعشان حتى كمان تستشعر المشاعر دي وأنا وصلت لها بعد فترة عشان ممكن تبع نسبالك غريبة ولا قلت بتسمعها أول مرة يعني مش هتاخدك مش هاخدك منك بتروح تموت النامر مثلا كده وقولك تعمل دي هتحس أن أنا بتكلم من المريخ يعني بس خدها بتدريج فداخل لما كنا في المصي وفي الأجازة لسه داخل أخد شاور وبفتح الدوش لقيت الميا نزلة وفجأة نملة مسكينة غلبانة كده تحت مني عادة تيكري 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 أقسم بالله حسيتنا برعوبة فبسرعة أمت طافي وكأني عارف أنا عايزة أطمنها اطمني حاضر وانت بسرعة أتدور على حاجة كده لقيت من دي الورق وانت طمني والله العظيم هازيكي أنا عاوزك تهدي كده وانت موصل واعتكلمها اطمني أنا هنقذك أنا أقدر قيمة الحياة أكيد ربنا ما خلقكيش في الكون اعتباطا انت ليك رسالة وأنا هساعدك تكملي رسالتك في الأرض واستشعارت يا رب أنا بدلها حياة أنا مش عايزة موتها يا رب رزقني كده لو أنا في موقف حدي ينقذني لو أنا احتكت في يوم الأيام حاجة حصلت انت بتخيل بقى حاجة زي كده الطاقة دي تخلي حد ممكن بمناسبة بقى الأحداث اللي تحصل في العالم النهاردة تلاقيه اللي بيعمل كده مع مخلوق زي كده يبقى استحقاقه يتحط في موقف ما يعرفش يتصرف واللدينة تدربك فوق دماغه لأ فلما تبقى عايش في الحياة بالحب ده بالنفع ده الالطاقة بتاعت الرقي والأخلاق بتعلق جدا جدا فهو ما تتخيل فابدأ درب نفسك على الحب للغير وحب النفع والعفو يعني حتى فيه آية جميلة قوي كان بتخططني زمان لأن موضوع العفو كان صعب عليها جدا الواحد لما يعني العشف مورسنا طي نبطين السلبي فيه جابي وفيه سلبي بيبقى العفو عنده بيكلموا كلام على العفو جامد جدا يعني أنا فاكر زمان كنت تعد أتكلم على العفو وأتكلم على أنت عفو أقرب التقوى وأنا من جوه أعفو عن فناني ابن كذا 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 الزنديق اللي معرفش كذا وابن كذا وابن كذا والشيطان عميني أن أنا لو مختلف معاه فكريا مختلف معاه معرفش مين أبقى نفسه وقلع فيه ونفسه أزيه وتقول لي عفو اللي عايش بالموروز ده مستحيل عارف يعيش العفو فيفضل دايما في زنقه ودايما في لخبطه ودايما في قلم لأنه مش عارف يدوق طعم العفو المهم فلما تبدأ تطبق ده بقى وتبدأ تتعامل بحب وتتعامل بعفو وده بيجلي بيحي بيشفي كل الأعراض السيئة اللي بتحصل فده نقطة رقم 4 نقطة رقم 5 ان انا تصرفاتي اللي بعملها برائب ربنا فيها يعني ايه الكلام ده يعني اه انا النهاردة مثلا احيانا وده بتحصل للأسف جوا بعض الناس انا هعلموا الأدب انا معرفش مين يعني انا هقولوكوا على حاجة عن نفسي بس هالزمان أيام ما كنت في الشخصية بنت 60 تيت دي كانت سمات للأسف كانت بتتربى جوانا واحنا مش حسينها ان انت كانت تبقى راجل وانك تبقى كذا ف اذكر زمان ان كنت لما اختلف مع نانسي كنت بتعمد ان انا ماردش على التليفون وركز معايا بقى اشوف بقى الغباء المركب انا بتكلم عن نفسي بقى في هاشتن براحتي وكل اللي بيعمل كده الكلام ليك يا جارة انت ومنك انا اخبط في نفسي وانت اخد الكلام عليك وشوف بقى بتعملها وقال لا فكان ممكن تبقى ايها بتتصل وانا من جوه بجد عارف ان لو اتكلمنا انا كمان عايز اكلمها عشان ارتاح لانا انا متضايق وعارف ان هي متضايقة ولما اتكلمني عن ارتاح بس لا انا اعلمها الأدب مش هرد وتتصل تتصل وانا شايف الرقم كده وما ردش ولو عايز بقى اولع فيها اكتر او امطفي الموبايل تلاقيه فجأة تتصل تلاقيه لرقم خارج الخدمة وابقى عارف انها مولعة عشان النار اللي جوه تتفي وعلمها الأدب كنا مرضى اقسم بالله بلاش مرضى كنا بنعمل سلوكيات سيئة جدا كنا بنعمل سلوكيات يعني يلا وحنا نفكرين ده الصح بقى وانت كده بقيت راجل وانا اللي هعلم الأدب وانا اللي هعمل كذا 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 لا كل ده كلام فاضي فهنا بقى لما انا هعمل كده هسأل نفسي سؤال هو الفعل ده بجد يعني انا كده مراعي ربنا فيه والحط دي على فكرة محتاجة وقفة ومش اي حد هيعرف يعملها بس اسأل نفسك بصدق في التوئيد ده السلوك ده من سلوكيات اللي ربنا أمرنا بيها ولا السلوكيات اللي الشيطان هيكون بيأمرني بيها يعني ترضي الله ولا ترضي الشيطان اللي يبدأ ينمي الخاصية دي في عقله في أي تعامل ما تقوليش بقى سمات شخصية نرجسية كله هيتطفي أصلا يعني دي لوحدها بس قاتلة لكل السمات ها السلوك اللي هقوم أخده هي الموضوع ده أنا بقوله مش أي حد بيعرف يوصل له محتاج جهاد بالنفس بجد لو عايز تعيش الجنة فيه ناس فكترين أنه أنا معيش الجنة هنام أضغطى ببطنية أطلع أول على الجمهورية لا أنت فيه جهد واسمه جهاد أنه أنا ببزل جهد وجهد ممتع جهد ممتع واللي عايز يعرف يعني إيه جهد ممتع يعرف أن بعد بس ضبط أسبوعين ثلاثة من مدومتك على الجيم بتبقى أنت بتلعب بتشيل الأثقال وإنت بتجهد بس فيه نشوة فيه متعة حصلة مع الجهد ده الجهاد الحقيقي اللي هو الجهاد بالنفس معايا وبالتالي أنا دلوقتي مراعي ربنا في سلوكياتي ولا لأ لما الواحد أنا بقول عن نفسي هو لما بدأت أخلي ده عندي لا الموضوع ده اتنسف اتنسف ممكن نبقى متخنقين ومولعين في بعض ده بس ما فيش حاسمها تتزل ماردش ما فيش حاسمها تبعى درسالة ماردش عليها مستحيل وبالتالي مهم جدا لما تخلي عندك ده عشان كده بقول إيه السمات لما تغير الفكر بتتغير لكن لو مرض لأ محتاج حاجة تانية بقى مرض ده محتاج بقى نقعد نعمل جلسات ونشوف الأسباب ونخش في الماضي والمعاناة اللي حصلت في الطفولة والمعرفش مين هو والأخير وبتبقى في بعض الأحداث حصلت وسعب بتبقى بعض المشاكل فعشان كده لا الواحد في المية ده مش مجالنا هنا خالص ده مجال عيادات متخصصة أو أماكن متخصصة مع ناس متخصصين ما ينفعش النهارده عدد أشرح لك تعمل ايه في مشكلة مثلا القلب والتعامل معها ازاي ما ينفعش النهارده حد عنده مشكلة فشل كلا يقعد النهارده عشرح لك تعمله ايه ده متخصين تطلع بيه على المستشفى فالحاجات الكبيرة زي الشخصية النرجسية لا اللي متشخصة نرجسية اطلع بيه على حد متخصص أنا هنا بتكلم على المجمل اللي هو تسعة وتسعين في المية اللي بيحطوا أحكام مفاكرينهم أن هي كده وهي أصلا عبارة عن سمات سهل جدا بالتعامل تتلاشي وصلت كده يبقى دي مهمة أوي النقطة رقم خمسة لو أنا بدأت اكتسبها أنا بطفي الموضوع ده عندي بصورة رائعة ستة التفنن في الخير والإحسان والإصلاح عارفين ما هنت هتتفنن هتتفنن صدقني واسأل مجرب ولا تنسى الطبيب المهند لا تتفنن في الإحسان لا هتتفنن في الإساء ما هو الكون كله ربنا خلقوا بالتضاد إذا ما كنت الشاغل نفسك بالتفنن بالإحسان سيشغلك الشيطان في التفنن بالإيزاء ويا سلام بقى لو لبسها لك باسم الدين تبقى أنت لبست في الحيط رسمي وزينا لهم الشيطان وما كانوا يعملون حلو؟ فأنا مهم جدا لما ركز بقى أنا عايز أحسن أنا عايز أعمل إفادة عايز أعمل نفع أنا النهاردة بتعامل مع حد لازم هيستنفع وخلي بالك من السمات السيئة للشخصية أنه عايز ياخد بس ما يديش فلو أنت بدأت تركز أن أنت تعمل كده الموضوع هيتحول تماما وأنه أنا بتكلم على أنت تبدأ تعمل كده عشان تستحق ولو أنت شايف نفسك فيك بعض السمات دي ابدأ أعمل كده عشان تطفي عايز أقول لكم علومة أن بعض الناس فاكرين أن إحنا لما نقول أن الشخص اللي بيشخص NPD أو شخصية الرجلسية أن ده اضطراب شخصية فده مرض ومرض نفسي ولو خدناها من ناحية القرآنية هو مرض قلب لا يعفي صاحبه من العقوبة فيهم تقسوا دي لا يعفي صاحبه من العقوبة لو عمل حاجة يعاقب عليه القانون يعني ما ينفعش حد من اللي عنده الاضطراب ده يروح يأذي ولا يقتل اللي أصله عنده كذا لا ده من الاضطرابات اللي فيها يعاقب صاحبها لأنه واعي وعارف ومدرك مش مدرك اللي لا يدرك ده حاجة تانية خالص مش تصنيف ده خالص فنقطة الخطيرة إيه بقى إن لأنه معاقب ولأنه محاسب فكل ما زادت عنده هذه السمات سواء كان بيعملها هي سمات مكتسبة أو هو عنده الاضطراب جد بيبقى أكثر حد بيعاني في الأرض هعيد الجملة تاني سواء هو أو أنت اللي بتسمعني السمات دي عندك قليلة أو أكتر وكوة عملة تزيد بمقدار زيادة هذه السمات هتبقى بتعاني في الأرض جسدياً بالأمراض أو المشاكل نفسياً بالمعاناة أو الضغوط والظروف والأحداث أنت مش متخيل والله والله بيبقوا عايشين جحيم والله بيبقوا عايشين جحيم فعشان كده لو أنت بتسمعني وشايف أن السمات دي فيك ابدأ طبق اللي قلناها عشان تحمي نفسك من ده لأن أنا زمان لما كان فيها بعض هذه السمات كنت عايش في الأخبطة في حياتي لا تتخيلوها وده هكونا متربيين على كده للأسف فلما الواحد ينتبه للكلام ده ويبدأ يركز فيه ويعرف أنه سهل جدا لما يحط الخطة أنه يتدرج هيبدأ يعمل تطورات وتغييرات في حياته ومذهلة فهو ما يتخيل نقطة اللي بعد كده رقم سبعة وهي الأخيرة الأمانة والرقي والخلق الرفيع الأمانة معناه أنك تبقى شخص مؤتمن أمين يعني لأن في الزمان ده بقى موضوع الأمانة للأسف مشوه ويا سلام بقى لو بدأ الأمانة للأسف ندخل فيها باسم الدين تتشوه باسم الدين يعني مثلا اتنين كده يمتفقين على حاجة معينة يا جماعة احنا هنتكلم دوقتي في حاجة معينة ويعني مش عاوزين حد يعرف وحد وثلاثة أربعة قاعدين مع بعض واتفقتوا على بأمانة إن ده شيء يبقى يبقى داخلي بيننا يعني وحد باسم الدين يقوم طالع مطلعه عشان لقى غلطة مثلا جوه باسم الدين يخون الأمانة الفكر بقى لأسف غريب فبرضو مثلا لو النهاردة أنا زوجتي في أمانة أنا عارف عارف بعض العيوب عنها وعارف بعض الأخطاء عنها خلاص أنا مؤتمن على سرها أو هي مؤتمنة على سري فلو تخنقنا نطلع نفتح بعض أو نتكلم على بعض فين الأمانة البيوت أسرار البيوت أسرار والعائلات أسرار عشان كده الشيطان بيتفنن داخل كل أسرة أو داخل كل بيت بيقى في حد كده نبتة شيطاني هو ممكن يكون ممكن يكون جوه بيتطلع على الحاجات اللي هي تم الاتفاق إنها أمانة ويطلع يفضح ويفشي الأمانة ويفشي السر أو يفشي أسرار تبقوا وعدين في جلسة صلحة مثلا وعمعين تتكلموا وفيه النقاش حاضر عائلي يقوم واخد الكلمة وطالع يفضحها برة ويا سلام بقى لو عمل ده بشكل أصنع بقى عايز أبين وعايز أحذر وعايز أعمل لا فالأسف المنظومة بقت مشوهة لأنه بقى فينا مازج مشوهة فانتبه للحتة دي عشان كده مهم جدا إنك كل ما بتتقي الله بجد إن أنا هبدأ أسأل نفسي سؤال أنا فعلا مؤتمن وده لا في حد اقتمني على سره أين كان بيننا الخلاف أين كان حصل بيننا إيه هنتطلق يا سيدي بس أنا مؤتمن على سرها أين كان وهي كمان أمينة على سري لأن الزوج والزوجة هم أكتر اتنين في الأرض بيتعرق قدام بعض جسديا وخلقيا وفكريا ومشاعريا وكل حاجة يعني هي بتشوفه في ضعفه وفي قوته بتشوف سلبياته إيجابياته بتشوف عيوب جسده اللي مفيش مخلوقه شايفها ومميزاته عيوب خلقه ومميزات خلقه وهم الاتنين كده مع بعض فأكتر اتنين في الأرض متعريين قدام بعض قدام بعض هم الزوج والزوجة حلو كده حتى أكتر من الأصدقاء الأنتيخ الأنتيم يعني أكتر بكتير فإذا أنا باسم الله المؤمن بقيت واعي عندي إن ده خط أحمر الأمانة خط أحمر ما يحدث في الداخل مفيش مخلوق يعرفه وركزت إن أنا بقى دايما كده عندي خلق عندي رفعة عندي رقي إيه اللي هيحصل يعني أساساً أنا أنا يمكن من ضمن اللي حضر معايا بقى كورس اختلاق المجال الطاقي من ضمن الحاجات اللي عملت فيها بحث مطول الفرن بين القيم والأخلاق لغاية ما اكتشفت عشان ما أتقولش عليكم إن الأخلاق هي شكل النفس زي ما الجسد له شكل ده الخلق هتحط خاء على ضمة هتبقى جوة الخلق هو شكل النفس فالخلق شكل الجسد الخلق شكل النفس القيم غذاء النفس فكل ما غذيت نفسك قيم كل ما خلقك بقى أعلى كل ما شكلك كمان بقى أحلى وجسدك وتفاصيلك ما بنش عليك السن أكتر أو أخرت كمان الشيخوخة كله هي منظومة كده والعكس صحيح كل ما القيم عندك اتضربت الخلق عندك باز بقيت انت عادي يعني تفجر عند الغضب مفيش أمانة تقزي تشتم تسب تتهم تعمل كذا 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 تقزي تسيطة تعمل تعمل تفضح يبدأ يبقى خلقك بقى سيء جسدك يبقى سيء وينشأ فيه أمراض وينشأ فيه معاناة ويبان عليك كبر السن بسرعة ويبان على شكلك ويبان على جسمك كله بيبان هي معادلتين وربنا وضع قوانين في الأرض بمنتهى القوة فانت هتختار ايه بقى انت هتختار تعيش الرقي وتعيش الخلق وتعيش بهذا الوعي وتعيش ان انا آمن وأيا كان عارف الشخص الأمين بجد عارفين من الحاجات اللي كانت بالنسبة لي مزلزلة كنت عادة افكر فيها زي ما مش عارفة استوعبها ان يقولك كان كفار قريش لما كانوا عاوزين يا حرب والرسول عليه الصلاة والسلام كانوا سايبين الأمانات بتاعتهم معاه انت متخيل احنا في حرب احنا عايزين نقذي احنا عايزين نقتله بس الخلق والأمانة مرقم واحد دي من الحاجات اللي كانت بتبعين لي قد ايه شخصية عظيمة وخلتني اكتشف اللي دار السيكولوجي بقى هيعرف ان الشخصية العظيمة دي لو في حد قال كذبة منسوبة إليه زور هاتبان مش ركبة مع الشخصية دي انت متخيل الأكاذيب اللي نسبت زورا لرسول الله مش ركبة معاه حتى لو أهل الأرض حلفوا انه قالها مستحيل ما تركبش وبالتالي نقطة مهمة بقى الآمن او الشخص المؤمن بجد بقى من ضمن تجليات هذا الإيمان انه مؤتمن انه حتى لو بيننا ايه لو بيننا حرب لو فيه سرنا مؤتمن عليه لو فيه حاجة اتفقنا محدش يعرفها انا مؤتمن عليها لو فيه حاجة دارت بيني وبين عائلتي او اهلي انا مؤتمن عليها العكس بقى اللي ربنا اللي سرحها سماء منافق اللي هو إذا اقتوم من خان حصل بيننا خلاف فجر وطلع المستخبي وطلع مفيش ولا اي معايير بيبان ساعتها ربنا يا عافين يا رب يعني حتى بدأت تجليات في حياتهم في كل التفاصيل فانت هتختار ايه بقى انت هتختار تعيش الامانة ولا تعيش الخيانة تخون العهد وتخون ما تفق عليه لا فكل ما ركزت اكتر في دي ونميتها اكتر كل ما ارتقت عندك بصورة كبيرة وضربت هذه السمات طيب يبقى كده اتكلمنا بصورة سريعة رقم واحد واحد في المية بس من الناس ومن تظنه نرجسي ليس له علاقة واحد في المية بس هو نرجسي بجد التشخيص الحقيقي وده لابد مش هينفع في اي لقاء عادي جدا لازم متخصص هو اللي يكون معاك ومتخصص بجد عنده اجهزة او عنده قصد مقاييس حقيقية عشان يقولك تعمل ايه رقم اتنين تسعة وتسعين في المية من السمات المنتشرة اللي بيقال عليها نرجسية هي البانة بقت في الناس كتير للأسف هي مش حقيقة هي خاضعة لقانون الاستحقاق حتى لو نرجسي مصنف بجد بمقاييس حقيقية عنده متخصص وده اسوأ حاجة يعني فبرضه هو استحقاق لازم ابحث من جوه انا بكلم اللي عايش الان الحالة الاكثر الاما هو الاكثر سببا خضوها قاعدة دي من اروع القواعد اللي اكتشفتها سهلتلي حاجات كتير في كل حاجة الاكثر الاما هو الاكثر سببا ده بقوانين الاستحقاق في الكون فساعتها هشتغل بجد واللي ما بيعجبهش الكلام ده يقول لك لا هو مش عايز يقول لا اله الا قد سبحانك اني كنتم الظلمين اذا مش هتلاقله ومخرج هو حر هتلاقي في الاخر حتى صد والدنيا بتلغبط معاه وده قرارك انا مش هكبر حد على حاجة انا بديك الصورة من وجهة نظري وانت شوف اللي بتحصل وشوفنا تجارب كتير وحاجات رائعة اه اتكلمنا عن الرسائل اللي انت لو انت بتعاني من حد كده ازاي تفهمها عشان تشتغل عليها عشان تحمي نفسك بمشيئة الله لانك لما تدرك الرسائل دي بقى وتشتغل نفسك فيها انت كده بتحمي نفسك اصلا انك تقع في انك تقع في علاقة زي كده او في اشخاص زي كده ان احنا حياتنا كلها تعاملات يعني طيبا تدعو تسعين البعض في مية من حياتنا تعاملات اذا كان في الشغل اذا كان في في البيت اذا كان في الحياة اذا كان في السياسة في المجتمع في الطيارة في العربية في كل حاجة تعاملات فانت ممكن لو انت مش قادر مش مستحق انت ممكن تقع في نرجيسي يطلع في حافلة يولع الدنيا باللي فيها ما هو استحق في كل اتجاه مش لازم يكون نرجيسي بس حتى في شكل حياة ما انت ممكن تكون في مكان ويطلع واحد نرجيسي برشاش تبقى انت هناك فانت بتحمي نفسك اصلا وفق القوانين ربنا وضعها لا يضركم من ضل خدوها قاعدة كده لا يضركم من ضل اذا اهتدايتم لا يضركم من ضل اذا اهتدايتم خليها قدامك كده انا امركز ان انا هركز في نفسي عشان اهدى ودي استحققها مش هيدرني يبقى لو ضرني يبقى انا عندي حاجة ده اللي بأكد عليه وهفضة لفة حواليه عشان تتحفر في العقل اللواعي كده لانها هتولد عندك السلوكيات اللي تنقذك لما شئت الله وتحميك لما شئت الله وتكلمنا عملنا مع بعض تأمل ان شاء الله ممكن اقصه حتى وننزله لوحده بعد ما نخلص بحيث تعملوه كذا مرة واتكلمنا عن الحاجات اللي تركز عليها السابعة اللي ممكن اللي تحميك اكتر وتقلل هذه الصفات من عندك بصورة كبيرة هاخد اسئلة سريعة بسم الله بسم الله بسم الله هاخد اسئلة سريعة من الحاجات اللي قد بسم الله الرحمن الرحيم طيب هي في اسئلة طبعا متسألت انا جوبت عليها داخل اللايف فى آآ فى حد بيقول الحب اللي هو مشروط والتقبل بيتفهمه غلط وباخد منهم أذى في علاقتي مع النرجسي فمش بيتعدل غير لما بعمله وحش أو بتجاهله وأبتعد عنه ولكن هذا لا يحسم العلاقة ما الحل طيب اللي هو عليكم بالراحة كده لو أنا بقول لكم النرجسي كل ما تعامل معاه بحب النرجسي ده بيقابل الحب معاه باستغلال النرجسي ده فالنرجسي ده مهما عملت معاه حب النرجسي ده ما بيتغير النرجسي ده أي حاجة حلوة بعمله له وبيستغلها النرجسي ده يبقى أنا غيرت قناعاتي كده ولا القناع اللي عندي هيا اللي بتحصل أنا اتفعنا بقى أول أول أصلا دفع باللات هي أحسن حسن صورته جواك شيل نرجسي ده خالص أساسا يعني أول دفع باللات هي أحسن كرم نظف لأن الجوة بيحكم السلوكيات وبالتالي أنا عارف إنه نرجسي وعمل أعمله بقى لعله وعسى النرجسي بن النرجسي ده في مبازة سلوك أصلا لأن طاقة السلوك أصلا الطاقات في أي سعي في الكون هو نوعين سعي نفس وسعي جسد إذا سعي النفس سيء لن يفلح سعي الجسد إذا أفسدت صورة الشخص قدامك الله لن يصلح عمل المفسدين أنت مشوه صورته عندك أصلا لو وصلتك بجهاز وشفت صورته هلاقي اللي أنت شايفها واللي بيحصل لك اعمل اللي أنت عايزها بقى اللي أنت شايفها ولا يحصل فهنشتغل جوه معايا عشان كده بأكد دايما ابعده عن الأحكام اللي عاوز يا سديد أكتر بقى أنا قلت اللي قدر على دلوقتي اللي عاوز يزود بعمق بتفاصيل كتيرة عندك كورس كرما على علاقات بأمانة مش هنقال اللي عمله مش هتلاقي زيه في الأرض بهذه الدقة وياخدك إما من مشاعر أو إما من سلوكيات وتبقى شايف الطريق وتبقى عامل خطة لكل حد في حياتك انت واقف فين بالضبط وعاوز توصل معال إيه وعرفك توصله إزاي جي بي اس ماشي فهتفيدك بباشيئة الله فالحتة دي في موضوع بقى الأحكام والحاجات الملخبات أنا عامل فيها تدريبات كتير جوه بحاجات عملي مع كذا تأمل بمشيئة الله في الدورة طيب حتى ممكن شاب يحطوا الأكاديمية لللي عاوز يوصل للكورس بمشيئة الله بيقول إيه تاني سؤال كيف نوازن بين التعامل الصحيح مع النرجسي وبر الوالدين برضو النرجسي شفتوا بقى المشكلة في التصنيفات أنا عاوز بعد كده أي حد يلاقي نفسه بيقول النرجسي النرجسي أعرف أن دي أحد أهم استحقاق بقاءك في السوق ولكن شيء للشخص شيء للتصنيفات حدد أنواع السلوكيات وقول كده طب أنا هتعامل إزاي مع السلوك اللي بيجيلي كذا السلوك اللي بيجيلي ده بقى إيزاء السلوك اللي بيجيلي ده آآ سيطرة السلوك اللي بيجيلي إهانة أو شتيمة كل ما حددت أكتر شوف بقى الدقة ركز معاي كده أنا هحدد السلوك اللي بيجيلي واعكسه مش أنا بيجيلي إيزاء طيب أنا إيزاء هو طب أنا عاوز سلوك عكسه اللي إيزاء نقوله قدامه إيه احتواء أو حنية طيب أنا حددته هو يبقى ده لنا عايزه يبقى أنا لما شوف الهدف بتاعي إن أنا أخد منه حنية طب يا ترى إيه اللي لو عملته أخد منه حنية وأبدأ أفكر كده ومخمخ في كده وأجرب كذا حاجة جات حنية لا أمجاتش طب أجرب دي جات حنية لا أمجاتش شوف أنت هتبقى عامل إزاي أنك لازم مع التجربة هتاخدها هتلاقي جات شوية كده أزودها بقى طب الحمد لله أنا ادعتها هي طب الحمد لله أزود دي أكتر أنا مركز على هدف هو مركز على ما عايزه أبسط حاجة هنفق حنية عشان أخد حنية وبالتالي انسى الأشخاص انسى التعميم حدد السلوك آكس السلوك اسأل نفسك يا ترى إلا لو عملته آخد ده وأنا هبدأ بإنفق ده الأول وشوف اللي هيحصل والإنفق ما يقلش عن شهرين انسى النتائج شهرين كاملين منفقها لربي مش ليه ولا ليه وشوف النتائج هتحصل عاملة إزاي لأن ربي أمرني بكده ده من الإحسان يعني لو أنا قلت دلوقتي السلوك اللي انت بيجيلك من الشخص خلاص كده السلوك ده ركز معايا بدقة خلاص لو انت مش تقدر تشري الكورسات ده هتفيدك جدا فيها فانتبه بالله عليك السلوك اللي بيجيلك من الشخص ده يعبر عن أكتر احتياج هو عايزه مش عارف ياخده منك هعيدها تاني السلوك اللي بيطلع من عنده ده لما تحدده بدقة لو انت عكسته هيعبر لك هو عايز ايه منك مش عارف ياخده فعمتطر يعمل كده لانه شايف انه لما عامل كده هيوصل له عايزه خلاص فيه هنا حاجة تقالت في السؤال ده كان مهم قوي نستها وما خدتش بالي منها كنت عايز اقاف عندها بس نسيت بتقول بقى ما بيتعدلش غير لما بعمله وحش هو كانت عدل انا النهاردة مثلا لو جي حد يشتمني وامتشتمه امشتمني وامتشتمه فعشان ما يبقاش شكل وحش قدام العيال ما شتمنيش هو كانت عدل وانتو تعدلتي ولا حياتكو بقى زال فل ايه تا احنا بقى اينا عايشين في حاجة غريبة جدا يعني يا فرحتي انه عايز يشتم بس مش عايز يشتم ويا فرحتي انه عمال اعمل كده والحياة بتاعتنا بقت كده وكده بقى زال فل يعني لا فالطريقة دي اللي احنا بقى كده اتعدل هو فينا التعدل لما انا اقصوى بقى قاسي عشان هو قاسي فيوقف الاسوى وكانتعدل ده كده الموضوع غريب عشان كنا بقول لكم منهج بعيدا عن مشكلته انه لما السيء يقف اسمه تعدل لا ما والايجابي مجاش تعالى بقى لو عايز ابعد عن الفقر وابعد عن الديون لما ما بقاش عندي ديون افرح انت كان مش غني انت لسه صفر ما الديون سالب وصلت وانا عليها ديون وعليها ديون نفسي ابعد نفسي ابعد فلما ما بقى صفر اقول الحمد لله خلاص كده هرجع تالي صفر او سالب اقصد ما اخدتش فلوس لاني مش مركز اعايز فلوس اللي مركز بعمل لي على زائد عشرة زائد خمسين زائد مية باوصل فيهم تقصوا دي فتعدل دي المنهج بعيدا عن لأ فبتبقى الدنيا متلخبطة بالله عليكم طيب هل علاج النرجسية يكون سلوكي ام يحتاج لدواء لتعديل كيمياء الدماغ المتخصص هو اللي هيقول وده سؤال متخصص جدا ساعتها بحسب كل شخص يقدر للمختص يقول لك هيعمل ايه طيب لو اتحكم علي ان انا نرجسية وانا دلوقتي اتحولت الشخص النرجسي بسبب كترة علاقاتي مع النرجسيين اشوف بقى الحتة دي الحتة اللي احنا بنقولها بقى يشوف عدم الاعتراف بالغلط معايا ان انا مش انا بعمل حاجات لا ده انا بسبب النرجسيين اتحولت نرجسي ما هو برضو ده عدم الاعتراف بس بلف ودور ان انا والله ده انا غلبان ده عشان قعدت معهم كتيب بقيت زيهم ما هو ده برضو لف ودورانا ان انا اقول الحق انا بعمل حاجات غلط انا المسؤول مش حد اللي خلاني كده خلاص فعشان كده انا قلت بقى ايه اللي تعمله عشان تبدأ تقلل هذه السمات وهذه الصفات بصورة كبيرة طيب في سؤال برضو بيقول هنا ليه برغم التطور اللي بعمله على نفسي بتئذي ازا عميق من النرجسي اكيف يهمت ولا ايه بقى هل هو اللي عايز يتعالج ولا انا طيب يا رب تفهموا مني الحتة دي يا رب تلقطوها كده وتبقى متسجلة في عيوكم اول ما تحكم على حد انت بتعمل سيئة تستحق بيها وجع من الله اول ما تصنف حد دي سيئة بتستحق بيها وجع من الله انت متخيل فليه نقط نصنف وبعدين بقى ده انا بس بدي كده القشور انا ما عارفش ممكن لو عادنا نتكلم هنطلع حاجات تانية معايا لو عادنا نتكلم هنطلع تفاصيل عشان كده بكرر رجاء الخاص مع الاحترام للي ممكن يكون عنده ظروف مادية بيسعى دلوقتي وفق المتاح انت النور ده خدت معلومات كتيرة هو طبقتها وهتبدأت بإذن لا تجني ثمرها عشان تستحق الاعلى لكن التعاملات اللي هي الحياة ده انت يا راجل لو بتاخد كورسة لو عايز سوق عربية تاخد فيها كورس طيب العربية دي انت كل فين وفين بتركبها يعني انت لو بتروح بيها الشغل كل يوم فانت بقائك فيها انت بتتعامل اكتر منها انت حياتك وولادك واصرتك وابوك وامك كلها تعاملات فانفق وتعلم خد المعلومات كاملة لانه مستحيل فايل مجاني هيتقال كل المعلومات بتتريبها بتاعتها فنفسك امانة معك انوي كده بصدق انك تحصل على حاجة كاملة بتفاصيلها كلها وطبق وشوف النتائج لان دي حياتك انا والله الذي لا اله الا هو انا بحلف بالله انا نفسي كان يبقى في السن اللي انا بدأت فيه كان يبقى فيه حاجات زي كده يبقى فيه معلومات زي دي والله العظيم الالم والوجع والمعاناة والخسارات المادية والخسارات الجسدية والتعب اللي انفقته وانا مش فاهم معلومات دي والله لو انفقت ده ما كونها هيحصل كل التفاصيل دي كلها فيه ناس بتنفق ألم ومعاناة ووجع وأمراض وممكن بسبب الأمراض يروحوا مستشفيات وينفقوا آلاف مع انه لو تعلم بمبلغ عبيط بالنسبة لكل الكلام ده بالمقارنة لده تعاملات من بدري حامل نفسه من كل التفاصيل دي فدايما كده تزكى انوي كده انك تخصص من وقتك وحط لها خطة عشان ما يجيش تاني يقفل لك حط خطة انا هتزكى لان التعاملات او النفس انا عايز اربيها انا عايش بنفسي مع الناس فانا هزكي نفسي رقم واحد وهتزكى في تعاملاتي فحط خطة للتزكية احسن ما انا عمل ازكي جسدي وعمل ازكي لبسي اجيب لبس واجيب شوز واجيب حزاء واجيب معرفش مين هو دا عمل كذا وكذا طب وانت ونفسك وعلاقاتك فحط خطة ان لم تكن مقتدر يا سيدي خلاص طبق المتاح الآن ولكن حط خطة ان انا بعد كم كذا لو انت النهاردة قعدت تحسبها بعد كذا شهر مثلا انا هكون جمعت كذا شانا اعمل كذا انطلق اشتري حتى كتب خد الدرجة بين لربنا انك مستحق بالمتاح يعني حتى لو في عندك حاجة شايفها غلي عليك يا سيدي اشتري كتاب وابدأ طبق بين لربنا انك بتطبق عشان يديك اللي بعده لقين شكرتم ايه لقى زيد انكم يبقى انا خدت مجاني طبقت شكرت ربنا عرفت اشتري كتاب اشتري كتاب ابدأ طبق شكرت ربنا هاخد دوره اعلى اشترك طبق ادعي ربنا خد اعلى واعلى وابدأ اتدرك بقى انت متخيلني فيكو ناس ممكن يكون بيتفرج على حاجات بقاله يعني سبع تمن عشر سنين وقاعد زي ما هو قاعد زي ما هو ازاي يعني ابسط حاجة مش بيشكر لانه ما زادش يعني لابسط حاجة تطبيق الشكر المنتهي عنه تلاقي ميعملو حبدو هو فاكر شكر يلا يقول لك الحبدو لا فاكر نفسه بيشكر بس ما علينا كلمت عنها ابحث عنها بقى فلا حط خطة كده حياتك تستاهل انك تزكيها تستاهل انك تنفقها ع نفسك تستاهل انك تبذي الجهد عشان تعيش حياة رائعة جميلة بتعاملات رائعة يا رب يجعل كل حياتكم سعادة يا رب اتدوقوا ارقى واجمل انواع التعامل مع الناس اللي في حاتكم الجميلة ويا رب يحميكم من اي شيطان سواء من شغطين الانس او الجن اللي ممكن يكونوا عايزين يئذوا او يضروا ربني يحميكم يا رب ويحفظكم ويجعل كل ايامكم جنات ونعيم على الدوام اراكم بكل الحب في لايف تاني قريبا ان شاء الله وإلى هذا اللقاء استودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه في الارض ولا في السماء وهو السميع العلي السلام عليكم اشتركوا في القناة